أسعد الله أعبكم لكل خير نحتاج المظرية القرارات تحتوى اليوم بقصة السابع شجرة القرار ومظرية بعد عموماً إذن شجرة القرار هي من النماذج التي تعتمد على رسم البياني فيمكن تصميمها لتمثيل وتحليل الحالات والمشكلات التي تتطلب بحكم طبيعتها اتخاذ القرارات على ضوء عذب يعني يكون عندنا متوفر عدد من الحالات المشتقلية التي توجد وتؤثر على بيئة التمثيل نموذج شجرة القرار يمكن مستخد القرار أن يفحص كل البدائل ويحللها ويأخذ فكرة عن نتائجها بطريقة وسيطة مرئية وبشكل منظر فبيستطيع من خلال شجرة القرار منقشة البدائل ونتائجها المستملة بطريقة جد سهلة وبشكل واضح ومتلاسف بحيث أنه طورت كل البدائل والحالات المستملة وكذلك احتمالات في سهل ونتائجها المتوقعة على رسم البياني بهذا الملخص البسيط إذن أننا سننفذ على مرشي القرار ثم نتناول موضوع بايت الهدف العام من هذا القصر هو أن نتمكن من تهم شجرة القرار ومن تطميم شجرة القرار لمشكلة تتطول القرار بمراحل متعديدية في حالة مقابرة ثم نتمكن من تهم شجرة القرار بحل المشكلات المختصات والاستعاب مثل احتمالات الشرطية والتمكن أيضاً من استثام مواجهة تقريرات احتمالات الشرطية والنظرية البياني ستكون محاور هذا القصر على الشكل التالي ستتعرف على شجرة القرار ماهيتها، هيكلها، بناءها، اتخداماتها، ونصائح مشكلة شجرة القرار ثم تبسيل شجرة القرار ونخطفل ومتايع نموذ شجرة القرار والإضافي لعيوب ورخاط ضعف شجرة القرار ثم نتناول احتمالات الشرطية والنظرية البياني تقديم لهذه النظرية سنتناول نموذج البياني أو بسيط ثم القيم النحلي للمعلومات الضغطية التامية والنموذج البياني والمعيني والثين من النحلي متوفع لمعلومات العيني ثم تبطيق عملية شامل عليهم عموماً تستخدم المصروفة القرار لمعارشة مشاكل وبسيطة كما مرمنا في خصف السابق والذي تطلب اتخاذ قرار حالي يعني أنه أنا بكون التامعة الشفنة إحما بتاعتلي كان عندي إذن أعدد مثلاً A1 2 عطمين عطمين يعني لا نعلم شيء كتابي وإذا طبعا من A3 إلى A3 أي عندي إذن بدائل وعندي هون حالات الطريعة مثلا S1 S2 إلى S1 هون إذن إلى A M هون S1 فهون إذن كان عندي احتمالات D1 لا D1 كان عندي هون القيم القيم في البديل ثم يحسر بقعة البقعة البديل لكن إذن هذه المصورة للقرار إذن ما عادش مشاكل بسيطة طلب قرار حالي بشكل مباشر لكن عندما نوريك خاص قرار لفترة زمنية متباعدة بناء على نتائج الفترة الزمنية وإذن محتاج إلى أسلوب آخر كشجرة القرار تتعامل مع نفس العناصر القرار الواردي طبعا بمشكلة القرار وهي عندنا نحنا من النسل العلوي البدائي للنتائج حالات الطبيعة والاحتمالات القرارات يعني قد تتخذ بشكل متتابع أي قد تكون متسلسل ويتوقع بعضها على البعض الآخر من هنا إذن حاجتنا لشجرة القرار أنه متتابع ومتسلسل ويتوقع بعض على البعض الآخر ونتائج القرار تؤثر على الذي يليه من هنا إذن جاءت شجرة القرار كأداة تساعد متخذ القرار لفحص البيانات الخاصة بالقرار بشكل مخطط بياني يسهل عملية صنع القرار وبالتالي تعرض هذه الشجرة عملية صنع واتخاذ القرار بشكل تنسيل بياني يبين فيه تساكشيات حالات الطبيعة والعوائد كلها لمساعدة للقرار اختيار أفضل بديل أو القرار الصائب اختيار البديل الأنسى والسؤال إذن ما هي شجرة القرار؟ بشكل العام إذن هاي فكرة والاسلوب مستمد من تعبير مجازي وهو كلمة الشجرة فعذا بسهل إذن تظهر على شكل الشجرة على اعتبار أنه عملية اتخاذ القرار تتفرع أو تتشعر بأكثر من اتجاه فبكون هالتفرع يعني اتخاذ القرار يعني تابع لشو الضروف المختلفة المخيطة في القرار وأيضاً وفقاً للجيانات أو المعطيات المتاحة عن المشكلة مع الأخذ بعين الاعتبار ومتشر البيئة الخارجي والداخلي بيكون طبيعة أو بيكون نزول طبيعة احتمالية إذن في الواقع العملي إذا كنا باستخاذ قرار بإنشاء مصنع معين على سبيل المثال فهكذا نوع من القرارات إذن نعتبر بمثابة القرار العام أو الأساسي لكن مصبت به قرارات أخرى تتطرع عن مباكة القرارات الثانوية لتتكلم على مؤشرات أخرى مثل مستوى الثلاثة وحجم الإسمار وممكن يتطرع عن هذه القرارات الثانوية إلى قرارات أخرى أكثر بخصوصة بالاعتماد على نسل احتمالي معين من هنا إذن بإن كان أبعث هل تخدمي بسيطة إذن نعفق ششرة القرار في عبارة عن هذا التنسيل البياني للعراسة إذن بشكل مخطط والعلاقات إذن بمسجر نحط العماس والعلاقات كون منها مشتري معين من أجل معارشة في الواقع العملي لمنظمات العمل إذن هي سكني تصويري ودياني في مستوى الشكل شجرة متفرعة الشكلة بتحديد مسارات العمل بين البلائل وحلاف طبيعة إذن ننطلق من الجزء الأصل ثم يتطرع عنه هذه الفروع المتعلقة بحلاف الطبيعة من العقد احتمالي تفرع عنها عوائد أو خسائر إلى آخر فعمليا إذن يظهر على شكل شجرات فم يظهر علي إذن احتمالات شخص النقدي والجزء العناصر العلاقات تتكون من المشكلة في ظل غروف المخاطرة طبعا إذن هناك تناوب للقرارات يعني المربعات لا حسب قرارات وحوادث يبيئة مختصة من تسلسل تسلسل منطقي للوقوع إذن حسب ترتيب الوقوع فم ما بيحسب ترتيب الوقوع إذن المثلة يحسب ترتيب وقوعها لهذه الإحداث والقرارات وقد تكون إذن هذه البيئة منافس أو صوب أو غير بشكل بسيط يعني هالرسم البياني يعني لا بد أن ننشير لشغلي مهمي جدا من شكل البياني لشجرة القرار يعتبر دليل مرشد لمتخز القرار نحو حظ طبيعه والفره الإسماري اللي بتعطيه أفضل نتيجة وبتقليله تكاليفه والمساطرة لعمل عائشة عند اتخاذ القرارات إذن هذا يعني الرسم البياني يعكس مختلف عناصر وعلاقات النظام النظام المشكلة والنظام العمل السبدي كل واحد مطلط بسبب معين أو نتيجة سبب آخر إذن يمثل كل فرع من خلوع الشجرة قرار مستمر ولماذا قد يؤدي هذا الخيار إلى خيار تالي؟ مع تدار الخطوط المتفرعة طبعاً واللي بتشير إلى كل خيار لأن خيار مستقلة على خيار الآخر إذن الشجرة بشكل بسيط إذن وسيلي سهلي فعالي لفهم الخيارات لمختمل للقرار في النتاج المختمل لكل خيار مختمل مموازين كل إجراء من الإجراءات مثل البحثات والإجراءات التي يمكن أن يحققها كل خيار هيكل شجرة القرار بشكل عام هذه الشجرة إذن توفر لي هيكلية بتساعدني بالاختيار غير عدة مسارات للعمل لإتخاذ القرار إذن بتمكن المتخذ القرار من أن يحقق الخيارات المتاحة وبتوقع النتائج المناتج أو الكمل اللي كل سيار بحيث يعني يوفر صورة واضحة متوادنة عن المخاطر والمزايا المتحدة المتحدة من كل مسار والمتارات الخيارات بمطوحة أمامه إذن ببساطة تتمكنوا لمتخذ القرار وإذن نحدي أفضل سيارات لفطير الأداء أو حل المشكلة بشكل عام لفطير النتجات والخدمات كمشاركة من خلاجات في المنظمة إذن هذه الشجرة تتمكنوا لفطير النتجات وإنه لن نرسم مثلا على ثلاثة المسال نبتدي من هنا ثم نرجع لفط شيء من هنا ومنعود لا وإنما إذن نبتدي من مكان ونذهب بنفس الاتجاه لتمرين فيه وخاتبه إذن نحن نتجاه لعرض خوارزين المتخدمات بخصوص العمليات بشكل دائم أو غالبا خاصة في مجال تحديد القرارات وفي حال وضع الاستراتيجيات المناسبة لنحق لأهدا إذن هذا الأسلوب يمكننا ومتخذي قرار من أن نعرف تأثير القرارات المتخذة بوقت حالي على البدائل الممكن نواجهها بالمستفد تفيد بناء شجرة القرار كيف بناء شجرة القرار إذن يكون بتم دائما بناها الشجرة بعقد القرار عقد القرار والذي يتمثل يعني النهاية القرار هذا هو هذا يتبهي هل عقد يتمثل هذه عقد القرار وهي قرار نهائي عنده الذي يوصلني لحل المشكلة إذن تصوير هالقرار أو الاستخدام مربع صغير لا ثلاثات ثم نرسل الخطوط للخارج واليمين اتداء من المربع كل خطة عبارة عن خيار محتملي إذن هذا إذن هو عبد القرار هذه خيارات محتملة في نهاية في نهاية كل خطة وخيار يجب تحليل النتيجة فإذا كان النتيجة تحت خيارات تراغري يتم رسم مربع إذن 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 كمان خيارات تأمين عندي تتفرع عنه بنهاية ثق ونرسم خطوط جديد نشفل خيارات أو قرارات جديد ببساطة إذا كان تشفل خيارات غير واضحة يتم رسم دائرة في نهاية طبعا في نهاية السطر تدل على علامة الاستخدام أو وزول مخاطرة محتملة يواجهوها متخزة فراء في حالة توصل للحل أو القرار النهائي طبعا هون يتم ترك سطر فارغ إذن إذا كان مثلا هون ما عندي شيء إذا حد قيمي معينة وزفا مثلا عشرة ميني إلى آخريني ببساطة إذن ترك السطر يتحرك كل خط إذن من يفا باتجاه اليمين وانتدش إذن إلى المدى القويل أو قصير حسب المكشفين نحن عن نفسها وحتى نتصل للنتيجة المناسبة عادة رجل الدراسي اللي يرسل من حشيشة القرار يوضع كل قرار مستوى وأي نتيجة مستوى وأي سيناريو أي ضل في على الشجرة لأنه وضع جميع الإحتمالات يساعد التحليل ويضمن أنه ما تحدث مفاجآت أمان أثناء عملية الحلقة استخدامات شجرة القرار مستخدمها لحل المشاكل اللي فيها غدائل عديد ومستخدم مساكل الواجهة متخدم القرار صعودي بنا جدول النفاع الشرقي السابق اللي شفناه اللي هو حالات وحوارث الطبيعة المختلفة هذا ممكن أنا أستخدمه إذن بلجأ لجلس القرار ولا أحسب الأرباع والسائر والنفاع وكل الأهمية يعني حال القرارات ذات المراحل المتعددة اللي ممكن من الصعوبة أو يكون هناك صعوبة حقيقة بعرضها وتخيلها بمصفة عوائد أو كالتالي فهذا كميزاً تستخدم الشيطة القرار في بخشة عمليات إذن العمليات يعني في ذات إنتاج أيضاً وهناك استردامات الثانية لشيطة القرار هي أداة رصفية لإحتساب الاحتمال الشرقي كذلك لنأخذ نهاية المخابرة احتمال يعني يتطبقنا غريباً ونستخدم شيطة القرار في مجال أعمال من أجل مثلاً على سمسال نحدد السياسات الشركة أو كأداة الإعلان عن شيء لا للأفرار الموسطين كما أيضاً يمكن للأفراد المستخدم الشيطة على مشاعة المتخدم على التخلص القرار الصعري بتقريصة لهذه القرارات لاسيسي من اختيارات بسيطة لما بتعتمد على المشاعر بل على التحليل بالطريقة الأنسف وعلى المنطق والعام كمي المصائح لنشاء الشجرة أول شيء عندنا شجرة لا يجب أن نراعي بعض الصضايا أول شيء نبني الشجرة اليسار لليمين مع الانتباه شديد للتسلسل الزمني لما هو هو وقوع الأحداث لا يوجد حدث قبل حدث أعصر والاقتصار دائماً على الأحداث والسيارات ذات المعرفة عدم إرهاق الشجرة بسيارات أو أحداث مقصلي ولا سنشبق حاجة أنه عمني شجرة أحداث بيئة التاملة للمنظمي بكل تعقيدات والتالي لستطيع التعامل معنا أيضاً ألخص على تناول خيارات وبدائل متأثر من ردود الأفعال لا يوجد أي معنى لوضع خيارات متتالي بل يجب أن تكون على التوازي إلى الخيارات إذا نحطها على التوازي وليس متتالي وإلا تعتبر خيار واحد إذا نحطيناها متتالي أيضاً تقدير ما هو أو ما هي ردود أفعال والطرف الآخر واحتمالاتها تقليماتها المحتملة أيضاً لكل من البدائن أيضاً أخذ العدوار التقديرات المستقبلين فبمعنى أخر ما في معنى لأخذ المبالغ والنطوع فهنا لكي عدد أفعال شجرة القرار أحتى سيطرته إذن الأقرار بشكل الآن تمسيل شجرة القرار رسم شجرة القرار لا يتم بشكل عشوائي وعطباطي وإنما نتبع مجموعة منها الخواعد والخطوات الواضحة على ضوء البيانات التي يكون ضفرة عن المشكلة الخير الدراسة الآن كلما كان الشكل معبر بشكل كامل وصحيح عن رسم شيء وعن تفرعات هذه المشكلة كان هذا الأمر إذا كان الشكل صحيح وسهل وبسيط إذن يكون عامي مساعد وأساسي لأني أصل للحل بشكل عام هناك سلسلة منها الخطوات مستخدمها لحل شجرة القرار أول شيء إذن استخدام مربعات التعبير عن عقدة القرار إذن هذا المربع للتعبير عن عقدة القرار ثم إذن ثم عقد الأحداث البدائل والحالات وبتمثل على شجرة بشكل داهرة وفروع الأحداث إذن فروع هذه هي الأحداث طبعا فروع هذه الأحداث تمثل على شكل برانش إذن خطوط خط واحد عقدة نهاية النتاجية عقد لا تتبع فروع وتوصل على شجرة بشكل مسلس يعني هون بشكل مسلس نهايات نتائج يعني بشكل عوائد بإرادات أو الخسائف المتوقعة أيضا نضع الإرادات التي تتعلقها مثل تحداث الأعمال الحيث مثل عائد وتوقع عن كل بديل من عوائد المزلو إذا كان بهون خطوط خطوط فهو عائد وإذا كان خطوط عائد خطوط خطوط إحتمال وصول على الحالات طبيعا منحطها على الأصرار يتم تحديدها بواقع الصورة الشخصية على الأسرم أو الأصرار فمنحطها له الإحتمالات من واقع الصورة الشخصية يعني من يمكن أن يدخل الشخص مختلفة أو من يمكن أن يدخل التجلات التاريخية أو لا بيوت الخبرة يعني والاستشاريين والمخصصين بهذا المجال فبشكل عام بناء الشجرة أي شجرة وتحديد هيكلة عدد يعني العقد والفروع يعتمد على تحديد الهدف من البحث على معرس من كونات نسق أو أنساق مشكلة النظام الذي نحن نتعامل معه يعني النظام المشكلة أو النظام المنظمة التي تعالج مشكلها وأيضا القيام بتحليل باستناديل المعارف العلمية عن هذه الظاهرة وأيضا على المعطيات الوصفية المتوفرة للمشكلة والسطرة أيضا بالسلطة فإذا شكل الشجرة يمكن أن نكيفها حسب رؤيتنا وحسب ما يخدمنا في بحثنا فإن تمثيل الشجرة القرار على الشكل الثالي ببساطة إذن نقطة القرار فرع حدث من نقطة الحلاث نقطة الحلاث إذن هذه فروع ثم في النهاية الإحتمالات هنا من فقط احتمالات الطبيعة وفي نهاية من فقط عائل إذن على السروع هنا على السروع الإحتمالات وفي النهاية هنا إذن من فقط هذه العوائل عمليا نقطة القوة ونموذج الشجرة القرار ببساطة الشجرة القرار إذن ليست مجرد أكثر هي عبارة عن تحديد الأسلام الجزرية المشكلة تتقدم لتحليل يعني مرئي بالعين بصري للأعراب وأسباب المشكلة تخلق رؤية بصرية إذن من خلالها من فهم دولة تعقيد هذه المشكلة وأيضا تقوم بتعاد الشجرة من باقي أدوات دعم الطرار العديد من المزايا أول شيء يتمكن من تقصيل المشكلة لأجزاء بإذن يعني التعامل مع وعيدات أو الشيطة من يتمكنني من فهم أفضل للمشكلة وأسبابها يتحدد لي القضايا والحجج المكونة لها المشكلة يتمكنني من أو بتساعدني في تحديد إذا كان هناك حاجة إلى مزيد من العلمات أو يقدمني لأسباب حالي حالي ما أو حي يعني أو بناء حل مقنع للمشكلة أيضا يتمكن التعامل مع القضايا الحالية وليس القضايا الرمر أو المستخدري أو الماضي أو المشكلة مع ما هو واقع على هذا الواقع أيضا يتساعد عملية التحليل باستخدام شجر القرار على بناء إحساس مشترك بالطعم والغرض ومن ثلال رؤية رؤية لأحداث وتمثيلها للشجرة سهلت فهم التفسير فأي فرد عادي لإنسان يفهم شجر القرار بشرح قسيط مختصر لها قيمة حتى بيهدوا قليل من بيانات بيتامن يعني ساعد من اتتخاذ القرار إسمح لي باقي السيناريوهات إذن الضيف بدائل جديد بيتساهم أيضا في حل تحليل أسوأ وأفضل قيمة توقع السيناريوهات المختلفة وأيضا من الممكن دمجها مع باقي تقنيات اتخاذ القرار أما عيوب هذه والنقاط الضعف في شجرة القرار فساعد المستخدم بيانات تضمن متغيرات فئوية فئوية إذن ضمن فئات فعمليا بأعداد مختلف المستويات المعلومات الناتجة من شجرة القرار بيكون ممحازة للصفات اللي بتحتوي على مستويات أكثر أيضا الحسابات ممكن الحسابات بيكون معقدة جدا خصوصا إذا كانت العديد من القيم غير أكيد أو إذا كانت الشجرة تحتوي على تكثير منها التطلقات من عيوبة أيضا عندما بتعتمد موثوبية المعلومات الموجودة على تغذية المعلومات الداخل والخارجي من البداية يعني نحن المدخلة هي التقنص إذا كان الحل الدقيق يتقنص على دقة هذه المعلومات التي نضعها ونغذي بها الشجرة أي تغيير تطلق دبياناتي يعني المدخلة ممكن يسبب في بعض الحياة تدوز تغيير تغيير في الشجرة ويؤدي إلى تغيير يعني المتغيرات باستثناء معلومات التي يواجهوا تغيير تسلسل التصفات هات ربما بذلك حالات على مدينة هذه المعلومات لازم نعيد رسم الشجرة أيضا هناك خلل ثاني في تحليل شجرة القرار هو القرارات وهذه الشجرة القرار تتمنى للتوقعات إذن قرار ناتج عن التوقعات فببساطة يمكن أن تؤدي التوقعات غير المنطقي إلى عيب أسطاق الشجرة على الرغم من هذه الشجرة تتبع مساء طبيعي للاحداث تسلسل صحيح للاحداث فأيضا أشياء القرار عضل أصبع التصميم بسبب بعض الاختلافات والتصورات والقيد المفروضة على تطبيق الأدوات الإحصائية عموما أشياء القرار أيضا يعني يعني تعني لإني أتبين وأضحص أو يعني عالج حق الواحد للمدر الواحد أحيانا يؤدي إلى مربعات تصنيف مستطيلة يعني أو لا يتوافق بشكل جيد مع توزيع الفعل لتجيلات لمساحة القرار فأيضا من عيوبة وعندوقات ضعفة برغم أنها بتوفر رسومات قوضيشية سهلة العرض إلا أنها قد تكون غير عملي في بعض الحالات يعني حتى البيانات التي يمكننا نقسمها تماما إلى فئات ونستخدم اختبارات حد الأدنى البسيطة تطلط شجر القرار بيلي أشجار بيلي أحيانا قد تكون معطبي غير مصومي وشكل صعوبي عادة نستخدم أشجار قرار يدويا عادة يعني لعدة عمليات سحب بسبب ومساحة ببعض الأخصان فإذا ما في طريقة مبنونة للتنبؤ بعدد الفروع اللي يتنبثت من القرارات أو القرارات فالعيسة ما هي من العيوب فهذا الفهم الإنجابيات تحب شر القرار بيبين لي إنه عيوب شر القرار يعني تلغي كثير من المزايا للإستخدامة وخصوصا إذا كانت شجرة يعني كبيري ومعقدي فهنات صعوبي بتطبيقه على واسع ثلاثة سنة أو طيب احتمالات الشرقية احتمالات الشرقية احتمالات الشرقية عادة حساب الاحتمالات يعني هو نعرف موضوع رياضي سهل وممتنع يعني ليس بالبساطة الضقعة ولكنه ليس التعقيد الذي لا يمكن فهمه إذا بسيط لأنه قواعده واضحة خوانين وبدهي يعني وبنفس الوقت هو صعب صعب ليش؟ لأنه يحتاج لأن نصيغ الأفكار بصورة بسيطة لكن بنفس الوقت بشكل دقيق يعني لازم أنا نكون واضح تماما بوضعه مثلا صعب نقول يعني بجملي ساقي على جبل لا نعم لا نستطيع فهم ماذا تعني هذه الجميل إذا لازم يكون دقيقين بسياق الأفكار و بعرضه أثنين السبب بصعوبة استخدام الإحتمالات حساب الإحتمالات يجب أن يبعد المرأة عن استخدام بديسه تماما و يرجع لطبيق القوانين بمنتهى تجعره ما عد بقاتي لا حدث ولا بديها لا و إنما من طبق القانون النتيجة شو ما كانت تكون فإحنا بدنا نقلقين إذا حساب الإحتمالات المشروطة إذن هو موضوع يعني مربك أحيانا والإحتمالات المشروطة يعني مثال لهذه الإحتمالات المشروطة الطالب مثلا بيريت يعرف ما هي احتمالات نجاحه في امتحان آخر العام مثلا بنظرية القرارات بعد أن جاءته أو وردت إليه معلومة أنه نجح في مادة اللوزيسيات لنفس المدرس يعني عنده مادة نظرية القرار إذا كانت نظرية القرار شكل مشكلة بالنسبة له فلا شك إنه سيشعر في التأكيد بارتياح كبير يعني بأن احتمالات نجاحه كلي قد ذلك هون إذن هذا المثل يعني ورد بالانتحان أحد مرة على فترين في مجال الأعمال هذا يعني من الصعوبة أني اتعرف على احتمالات حدوث لأحلال بطريقة يعني منطقي ومروعي فنظرية تلك إذن هي اسلوب منطقي يسمحيننا بالاعتماد على تقدير احتمالات بطريقة شخصية ف منتشر استخدامها يعني بالأول الأخيرة نتيجي لوضوص المثلومة ورصافها فإذا كان يعني عندنا نحنا جدوى الاحتمالات مشترك يمكننا 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 هذا الجدول ببساطة منطقي احتمالات الشخصية ومطلوبة وفقنا طريقة من خلال شو قسمة الاحتمال المشترك على الاحتمالات الهامشية وبتم الحصول على الاحتمال الهامشية من خلال جمع الاحتمالات المشتركة موجودة بصفة وعمود محدد وفقنا طريقة بعض البيان كما سنرى لاحقا في المثال إذا ما توفر لدينا جدوى الاحتمالات المشتركة من المفضل حسابه لأنه يساعدني بيؤدي إلى بسيط العمليات حسابية أثناء الحد احتمالات الشخصية ونظرية بايس هذه النظرية اذا مطورت من قبل توماس بايس أو ريسير ينت عقوان توماس بايس ولكن شع استخدامه لاحقا يعني مفهولا تطبقت بذات الوقت وإنما يعني أعيد استكشافها وتطبيقها لاحقا بعد وفاة توماس بايس كان همه انه يتعرف على احتمالات المتعددة يتوقع حدوثها من أجل تكوين صورة واضحة عن نتائج القرار ممكن يتسل وهذا من أجل شو تعرف على هذه النتائج يعني او الاحتمالات المتعددة من أجل انه يختار قفضة للبدائل اللي جعله القرار محق الوشيد ومحق البر ألمان لحتى وضح طريق التطبيق هالقانون يعني قانون النظرية البايس فهي النظرية يتمثل يعني اسلوب مستخدم لاتخاذ القرار يضلط المخاطرة والمواقف اللي بيكون فيها متخذ القرار غير متأكد من النتيجة اللي رح يحصل عليها هاي النظرية تعتمد على جميل من المفاهن أول شيء الاحتمال فرصة وقوى شيء أو حلث ما التجربة العشوائية هي اللي ممكن نتبأ يعني ممكن أن نتبأ بجمع نتائجها قبل البدء فيها مثال مثلا نتيجة امتحان طارق طارق إما يكون ناجح أو راسك فاطئ من التنفاق النتيجة فضاء العيني إذن هو عبارة عن جميع النتائج اللي ممكن نتصل عليها من جراء تجربة العشوائية نرمزها برغمز اس بالتالي إذن فضاء العيني بتجربة عشوائية بسيط سابقة هي نجاح ورسو الآن الحدث عندي هو مجموعة جزئية من فضاء العيني جزء من فضاء العيني وللحدث أنواع مختلفة حدث بسيط بتتول يعني مجموعته جزئي من عنصر واحد فقط حدث مركب بتتول مجموعة جزئي من أكثر من عنصر الحدث المستحيين هو الحدث مدخوي بمجموعة جزئي أي عنصر أما الحدث مكد يحول لجميع عناصر فضاء العيني إذن سابق بالحدث مكد هو العيني كامل الحدث المكمل هي العناصر التي تنتمي إلى فضاء العيني ولا تنتمي إلى الحدث بمجموعة جزئية الحدث المكمل الحدث المكمل الحدث المكمل بمجموعة جزئية إذا كان الحدث الأقلي والحدث المكمل هو بمجموعة جزئية الحدث المكمل الحدث المكمل الحدث المكمل الحدث المكمل أو عدم وقوع بعضها الأخر أحداث المستقلة إذن هي الأحداث التي يبسر وقوع بعضها على نقوع أو عدم وقوع بعضها الأخر دلت الاختمال من الوزنة دائما بالرمجة B هاي الدلت و من العرفات التالية إذا كان عندي حدث ما احتمال وقوع الحدث إذن نرمز له ب ب إذن دلت الاحتمال لوقوع الحدث A وتكون لبئات حقصية التالية إذن قيمة B الاحتمال هي أكبر دائما أو تساوي 0 أو أضغر A دائما أو تساوي الواحد إذن أضغر قيمة A لا نقوع حدث إذن A هي 0 وأضغر قيمة A هو يكون الحدث مستحيل أما إذا كان وصل لقيمة 1 يكون هو الحدث الواحدث بشكل عام إذا احتوى يعني الحدث A على عدد M من العناصر كان فضاء العين يحتوي على M من العناصر احتمال وقوع الحدث A هو في A بتساوي M على M إذن عدد علاصر الحدث A على عدد علاصر فضاء العين هون إذن علاصر الحدث A دائما هي أقل دائما من علاصر فضاء العين إلا إذا كان الحدث A هو مؤكد يكون يشمل جميع علاصر فضاء العين والتالي M بتساوي M وبالتالي إذا m على m متى وين إذن بساوي الواحد إذا كان عند الحدث مستحيل فعدد عناصر حدث at دائما بساوي 0 وبالتالي وكوار احتمال وكوار الحدث at في هذه الحالي سوف نظر بساوي 0 وبالتالي إذا دائما وأبدا قيمة الاحتمال دائما أبدا أكبر بساوي 0 أو أصبر بساوي الواحد النظريات يعني بايز بايز البساطة إذن هي إجراء عم يسمح لنا بالتعبير عن احتمال المشروط احتمال المشروط لشو لحدث عشوائي أه بحيث يمكننا أنه نربط احتمال وقوع حدث أه مع العلم بأنه حدث آخر بيسا تحدث إذن احتمال حدوث العكس فالإذا أي أنه قد يحدث يحدث بسبب وقوع A بعبارة ثانية حتى نفهمها إذن يستخدمون نظريات بايز لحشاب احتمال وقوع الحدث على أساس أطباطه لوقوع حدث آخر إذن إذا اقترضنا أنه عندي أنا حدثين A و B واحتمال وقوع A لا يشوي الصفر ونفرد عني أنا الإحداث A1 A2 A3 A4 A5 تشكل يعني فضاء العين تجديد فضاء العين S بمعنى أنه A1 A2 A5 مجموعات جزئية من فضاء العين S ولكن متنافي بين بعض البعض مثلا مثلا لا يجب تقاطر بين أي إثنين منها كل واحدة مجموعة جزئية من المجموعة الجزئية فعمليا المجتمع مع بعضها بشكله فضاء العين الكفويل إذن لنفترض أنه حدث ضمن فضاء العين B منطقة المظللة فيها الشكل على سبيل المثال فببساطة يعني هاي البعض إذا المنطقة المظللة يشكل بها وإنما A إذن هذا الجزئ A1 A4 هذا الجزئ لاحظوا إذن B عم نتقاطع مع مختلف الأحداث A1 A2 A2 A3 A4 A5 بشكل عام يعني هو بشكل B المنطقة المظللة فبين شو بتساوي بتساوي يعني A1 ببساطة S تقاطع ب يعني يساوي A1 تقاطع باجتماع A2 تقاطع باجتماع A3 تقاطع باجتماع A4 تقاطع باجتماع A4 A5 تقاطع B إذن عم يمثلني إذن كامل ضداء العين S بتقاطع مع الحدث B فطالما هي الأحداث A1 A5 متنافي مثل الأحداث إذن B تقاطع A1 يعني من A1 A5 متنافي أيضا وبالتالي إذن B A احتمال وقوع A شو بيساوي احتمال A1 تقاطع B زائد احتمال A2 تقاطع باجتماع A5 تقاطع باجتماع A5 تقاطع باجتماع A5 لإذن إذا استخدمنا علاقة لإحتمال الشرطة شو من حصول نصفل وهي طبعا أحولنا بساطة يعني احتمال B بتاوي يعني احتمال B بشرق وقوع A1 ضرب احتمال وقوع A1 زائد احتمال ب بشكل وقوعات نين ضرب احتمال وقوعات نين زائد ب بشكل وقوعات نين زائد احتمال وقوعات نين ضرب احتمال وقوعات نين زائد احتمال وقوعات نين ضرب 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 فالتباه الهامشي لحساً يكون تتنتاج هذه المضهنين سننفذي بك عن احتمال الشرطي احتمال الشرطي هو يعني بارة عن إذا كان عندي حدث احتمال وقوع A بشرط وقوع B ضرد احتمال وقوع B تشاوي احتمال وقوع أو احتمال فقاط على A و B تشاوي إلا احتمال وقوع B بشرط وقوع A ضرد احتمالهم إذن عندي صار هذه المساواة وبالتالي يساوي اذا جداء الاجتمال الشرطي لـ A بمعرف B ضرب احتمال B يعطي احتمال خدوث A و B معا وبإعتبار تلك ليست قيمة معدومة نقوم بقفة الطرفين المعادلة وعليها إذن إجابتي أنا أحسب إذن احتمال وقوع A بشرط وقوع B فشو بيساوي؟ بيساوي هذه المساوات احتمال وقوع B بشرط وقوع A ضر احتمال A على احتمال وقوع B على احتمال وقوع B إذن وهو ببساطة يعني منسمية مبرهنة إذن شو بتنصري إذن احتمال الشرطي الاحتمال الشرطي لأ بمعرفة الحدث B أو بشرط وقوع B يساوي الاحتمال B بمعرفة A ضرب احتمال A على احتمال B إذن يساوي الاحتمال B بشرط وقوع A ضرب احتمال A مقسوما على احتمال B نشاد نحن نفترض أنه تقص اليوم غائم شوي وإنه نريد نعرف إذا كانت الجو غائم شو احتمال بسطف أنطار هذا يعني أنه عم احسب أنا احتمال أنطنطر بشرط أنها غائمي إذن B بشرط أنها غاميرين مطر كلاود غيوم إذن احتمال المطر بشرط وجود غيوم إذن يمثل سقوط المطر الفرضي واليوم الغائب هو الدليل إنه أخي أنا عندي شيء ثابت في اليوم غائم طيب إذا افترضنا إنه نعرف بالفعل إنه في 60% من الحالات حضوص المطر تسبب الغيوم أي أن نعرف بإنه يعني عندي أنا احتمال إنه ساعة بيكون فيه غيوم ممكن يصير مطر بشرط وقوع مطر يساوي تيريء على سيء إذن ها هو الاحتمال المعكوس أي احتمال أن يكون جو غائما بمعلومية أنها قنطر بالخارج طيب هلأ إذا اصطردنا إنه 75% من أيام هالشهر بتكون غائم يعني 7 تيام ونص تكون غائم أي احتمال كلاود بتساوي صفات 75% وأيضا أنها ستنطر في العادي 15 يوم من قفل 3 يوم يعني 15 على 30 تساوي نص هلأ ممكن يكون لدينا كل ما نحتاج حاليا لحساب احتمالي بس فرضيتنا إنه احتمال أن تنطر بشرط أن تكون غائمي تساوي احتمال أن تكون غائمي علما أنها مات إنها انطرد ضرب احتمال أنها انطرد على احتمال أن تكون غائمي إذن احتمال أن تكون غائمي إذن إذا عن 75% من أشياء تكون غائمي إذن صفات 75% طبعا على إذن إذن صفات 5% احتمال أن تنطر ضرب يعني طالما نحن عنا نحن 60 بالمين نعلم بسعول أن 60 بالمين حالات حطول مطر يسببون الغيوم إذن ضرب احتمال أنها تكون يعني غائمي صفات 6 ضرب صفات 5% احتمال يعني عادة عدد أيام المطر في الشهر 15 على إذن صفات 6 ضرب ويساوي إذن احتمال أن تنطر علما أنها غائمي يساوي صفات 5 أرواح إذن هذا يعني أنه مناسة احتمالية أربعين بالمينة لأن تصفت المطار إذا كان اليوم رائما إذن 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 بدنا يعني المثل يجب قرار عن نموذج بيبي بشكل عام يعني فهون المثال البداية يتبعه لأن نموذج البيزي البسيط هات يعني ببساطة إذن متخف القرار يتخذ قراره على ضر المعلومات الأولية بسلوب القيمي المتوقع وبالسناد للاحتمالات الأولية بمعنى في نظرية الاحتمالات احتمال الشرطي هو شو إذن الاحتمال الشرطي هو هو محياس لاحتمال وقوع حدث أو موقف محدد بالنظر إلى حدوث حدث آخر فمثطة الشجرة شو يعني هو مثطة رائع بسيط لتصوير يعني ما يجلس لاحتمالات ومشروطة فإذا كان عندي مثلا عدد من الكرات مثلا على الشكل التالي على سبيل المثال عدد من الكرات لما تصردها نحن عمديت أنا هاي الكرات عندي اثنين زرقاء اثنين زرقاء كرة زرقاء وعندي ثلاثة حمراء فعمليا إذن قيمة للأزرق ما يساوي اثنين على خمسة اثنين على خمسة اثنين على خمسة على خمسة طيب هات إذن فينا نحن ساعة في المستغل اثنين بالخطوة الأولى سحب كرة فببساطة إذن هذه الاحتمالات إذا سحب بشكل عشواري طيب إذا تم اختيار الكرة زرقاء بشكل بالأول يعني اخترنا لكرة زرقاء هناك فرصة واحد على أربع حسوة على كرة زرقاء ها هون إذا مثلا إذا نحن سحبنا بهدون سحبنا الكرة ثانية هون زرقاء إذن هون زرقاء شو صار عندي هون بالنتيجة صار عندي وحد زرقاء ها وظل عندي ثلاثة حمراء طيب هلا إذا إذن اختيار الكرة زرقاء ونحن فرصة إذن كمان واحد على أربعة لحتى تطلع عندي هون زرقاء إذن واحد على أربعة لحتى يطلع عندي النتيجة زرقاء إذن هون والتالي شو رح يطلع عندي بالنهاية هون الثلاثة حمراء رح يقول لها نسحبنا الكرة الزرقاء وإذا تم اختيار الكرة الحمراء يعني هون كان عندي كان اخترنا الكرة الحمراء شو كان رح يجير عندي هون هون رح يطل عندي اثنين أحمر اثنين أحمر واثنين أزرق طيب بالسحب الثاني شو رح تطلع عندي رح تطلع عندي طبعا إذا سحبنا هون مرة تاني ممكن أنا يطلع عندي وحدة حمراء طيب وبالتالي إذن ستكون الوحدة حمراء ثلاثة على أربعة ها وهون إذا سحبت أنا بالمرأة الأولى حمراء رح يطلع عندي إذن سيطلع عندي من هدومي اثنين حمراء اثنين زرقاء طيب السحبة الأولى إذن سحبت أنا السحب الأولى ها احتمال إن تطلع حمراء إذن ثنين على أربعة ثنين على أربعة طيب احتمال إني يسحب كرة زرقاء ثمان ثنين على أربعة إذن ببساطة ها هون إذن النموذج البنزي البسيط ساعة عم نمثلوا إحنا بشيشة القراءة بمرحلة وإحنا هاي النمط يجتمل على شو على غطة القراء المطالة لدين استراتيجيات يعني ضغط القرار وجدي مفاضلي بين استراتيجيات أو أكثر من نقاط حالات طبيعة بإتخاذ قرار بينها على أفضل قيم من توقع باحتمالات حصول حالات طبيعة المعروفة بفرض عندنا أحدى الشركات قامت بإتخاذ قرار بشأن تصنيع أحد المنتجات الجديدة ف واللي بتوقع أن يستمر الطلب عليها لمندة 8 سنوات إذن 8 سنوات يستمر الطلب على المنتجات الجديدة وذلك من خلال إقامة مصنع متوسط الحجم ومصنع صدير وتعاقد الفرعي مع أحد إذن إما تكون ببناء مصنع صغير أو متوسط أو تعاقد بشكل فرعي مع أحد المصانع خارج البلد بإنتاج يعني منتجي جديد إذا علمنا أن الطلب المستقبل واحتمالاته يعني كونه مرتفع المتوسط الجدول يعني إذا هاي بقول حق أعطيكم الجدول أنا نسيلا لا يحطوا فبالتالي إذن العوائد في الحال كانت طلب مرتفع 1200 إذن طلب مرتفع 1200 إذا كانت طلب مرتفع 700 وإذا كانت طلب عفن متوسط وإذا كانت طلب مرتفع فناقص التاسمية هذه في حال مصنع متوسط في حال مصنع صغير في حال الطلب مرتفع يعني العوائد 400 كانت طلب متوسط 200 كانت طلب يعني مخفض 100 أما إذا تعاقدنا مع الخارج وفي حال طلب مرتفع محقق عوائد 100 في حال طلب متوسط محقق 400 وفي حال طلب مخفض 200 فعمليا بعد ما نستلناهم لهذه دوني على المخطف يعني فنقوم إذن طبعا باحتمال وقوع طلب مرتفع 0.5 طلب مدوسط 0.3 وطلب 55 0.2 فنحسي بالقيم المتوقعة لكل بديل من البدائل سواء يعني مصطع المتوقعة لتاليم على عواد من المتوسط والقيم لتوقع وللعواد من المتوسط العواد من المتوسط مصط العساس والاتانية زات 0.5 دار 200 للبديل الثالث كما 0.5 دار 600 زات 0.5 دار 400 زات 0.5 دار 400 وبالتالي اذا نحصل على القيم المتوقع على العائد للمقطعهم بوسط والنقطع السغير والنقطع الفرعي فاطلا عندي القيم المتوقع بعد ما أجرينا هالحسابات إذن ضربنا إذن 0.5 ضرب 12 زائد 0.3 طبعا لمدة معينة إذن درسة 0.700 هلأ إذن ببساطة إذن بيطلع عندي أنا القيمة المتوقعة للبديل الأول بتساوي 6 للبديل الثاني بتساوي ببساطة 2.240 والبديل الثالث رح تطلع عندي 2.680 طيب بمقارنة ساعتدون إذن نجرى المخططات يعني فمحسب وقع بكل نقطة حداث النقاط واحد من ذاتي وطبعا هاي النقاط طبعا هونين إذن 2.10 بتساوي إذن للبديل الأول بتساوي كما قلنا صفر 35.220 زائد 0.700 زائد فبقى على الثالث للبديل الثاني ساعة 2.240 والبديل الثاني ساعة 2.280 فبالتالي إذن نقوم بإختيار أعلى هالأرقاء يلي هو الثالث البديل الأول هو أنه نأخذ يعني نبني مثل على مدرسة الحجم والخيارة الثانية أنه نعلم عليهم بمعنى أنه تم ردهم إذن هون الخيارة الثانية أنه تم ردهم وخفتها الأول بحققة أعلى العوائد كما نلاحظون أنه لم نأخذ تكاريف البناء بنظر الاعتبار لو دوق فرس لدينا فأنه بنا نطرحها لكيف من كل قيمة المتوقعة نستغر على قيمة طافية ووحدة لتغير قرار الأمثال بإرحال يعني مثلا لو كان مثلا تكن في البناء على تنمثال خمس تالاق أو مثلا ألف وردي قحمس تالاق من هون من هون فرح يقال كما البديل هو الأفضل قيمة النقدي للمعلومات الإضافية قيمة النقدي للمعلومات الإضافية التامية إذن هي بتعتمد عند حسابها على نتيجة الصرار أو على النتيجة متوقعة بشكل عام فالمعلومات يعني بشكل عام تعد مراهسي لفيني بالطرار لجنبني على أساس المعلومات بشكل عام ما فيني أنا ميز لمعلومي قبل استخدامه الاستخدام هو اللي بي بنحل فيني إذا كانت معلومي موجود ما استخدمتك ما فيني أنا قدر فينتك إذن حيني معلومي أظهر وبعد الاستخدام الاستخدام هو الذي يعطيها الفيني وأنه هو الفيني لهذه المعلومة إذن نلاحظ إذن عمل إتخاذ قرار أحياناً خطوصي المعلومات الضغطية فهون لازم راجع الاحتمالات يعني للاحداث ساقة المضادرة في مالح وقوع الأحداث إحنا عم نشتغل مثلاً على قرار معين يعني هذا القرار ممكن يأخذ منها التحليل ويعني حسابات مثلاً مدة عشر فيام طيب باليوم الرابع وردت معلومات الضغطية أنا بهمله إذا كانت لا قد يأخذ بعين الاعتبار لأنه بتسرع القرار هذا بشكل بسيط تعني مراجعة الاحتمالات الأولية أو البدائية ومستخدم لها الضغاية هي المفهوم الاحتمال الشرطي ونظرية بايز إذن نموذج بايز المركب إذن هذا يعتمد على المعلومات الإضافية بالإضافة للمعلومات الأولية اللي كانت عنها فمستخدم يعني فيه بسلوبة 20% معلخص يعني اعتبار احتمالات اللاحقة القادمة أو المتأتي أو الآتي أو التي وردت إلينا إذن هالنوع من الشيشة القرارة هو معقد وأثر تعقيداً من الحال السابقة في الطلب عن اتخاذ قرار على عدة مراحل وبالتالي نستخدم هذا لسوبة معادة مشاثل يؤثر تعقيداً بيواجهة متخص القرار في مواقف العددي فبيتطلب فيها اتخاذ قرارات لاحقة للقرار الأول اللي قد تم اعتماده في بداية عملية حل المشكلة وبالتالي إذن هذا القرار يعني يتطلب اتخاذ قرار لاحق للقرار هو بالنهاية يسمي في نهاية كل فرح حساب النتاج يبقى على ففي اعتماد تحقق هذه الفرح أو حالة أو الطبيعة المعنية ميسا بفرط انه من رئيس نحن نستخدم قرار في السياس مشروع من بين المشروعين اول الكبير تكلفته خمس ملايين وعمره عشر سنوار في حال كانت طلب مرتفة عنه لحقق عائد قدره مليون وفي حال كانت طلب مرتفة عنه لحقق عائد قدره ثلاث ميل والثاني صغير تكلفته مليونين عمره عشر سنوار ثمان في السنتين الأولى وثاني وحقق عائد في حال كانت طلب مرتفة عنه لحقق عائد قدره مليونين ونريد بعد سنتين القيام بتطويره يعني بعد السنتين المشروع الصغير أي يستمر بالعمل بعد التطوير ثمان سنوار إذا قمنا بهذا التطوير فإن ما تكلفته التطوير بتكلفنا أربع ملايين ومتين ألف وبعد التطوير إذا كان طلب مرتفة عنه لحقق عائد ١٠٠٠٠ وإذا كان طلب مرتفة عنه لحقق العائد سينقضل إلى ٢٠٠٠ ونسبة حدوث الطلب المرتفع ١٥٠ بجميع ومنه لحدوث الطلب المختلف وال ٢٥٠ بجميع ومطلوب إتخاذ قرار وخلال رسم الشجر إذا هد عندي أنا المشروع الأول التكلف في طلب لعائد وخصنى يعني للمشروع الصغير هدumbt بعد سنتين منطوره وبثنين سنوات قد إيش بسير رعائد فإذا نقوم برسم الشجرة بالاعتماد عن الجذول اللي لخصنا فيه المعلومات الوردي بنص المسألة هون تلخيص فبحيث إذا نبدأ برسم عقدة القرار ثم بكم تفرع أو تفرع منحط عليها فروع بعدد البدائل بعدين منرسم من كل بديل عقدة الحالات الطبيعية ألا شكل التالي إذن سيجد هنا بعد الرسم نرقم كل عقدة القرار وعقدة الحالي ونرقم العقد طبعا من اليسار اليمين من الأعلى إلى الأسفل ثم إذن نحسب كل عقدة على حدة من النهاية من آخر العقلي إلى أول عقلي بالتأكيد أي من اليمين إلى اليسار إذن حالي من اليمين إلى اليسار فنبدأ بحساب النصة ذات الرقم الأعلى الأعظم إذن فعند الدائرة يعني عقدة أحداث فهون القيمة بتساوي الاحتمال ضرب النتائج ونقص مجموع حالات طبيعة فعند المنطع نفاضل بين حالات الطبيعة ونقصص الأفضل بينها النبطة التي كانت بها المشروعها إحنا مثلناه أنا عندي يعني الحالة الأولى إذا نحن المشروع تدير فببساطة إذن سهل بيكون طلب موثفر بحقص رعاة مليون إذا كان طلب موثفر بحقص رعاة ثلاثمئة ألف بحقص رعاة ثلاثمئة عشرين بالمئة أما إذا كان عندي المشروع الحقيقي فهذا المشروع الخير إذا استثمرته إذا مدت سنتين رح يعطيني مئتين ألف أما إذا بعد سنتين أنا طورت قرار آخر وبيكلفين أربع ملايين ومئتين ففي حال الطلب المرتفع رح يعطيني تسعمئة ألف طلب مخفز تسعمئة ألف في حال النجاح وإذا نترسوا على ما هو عليه رح يكون إذا مئتين ومئتين 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 فإذا ثون ببساطة نبتدي بالشساب من عقل حال الطبيعة يلي هي سكي وأعلى طبعا هون حالي طبيعي دائما نأخذ مجموع ومنو إذا عندي عندي أنا phone 155x200z 1956z1550 رح تُطلع عند Aidion مليون وتسعمئة ألف إذن هون رح يطع�em برب 200 زات 0.990 راح يعطيني 5 ملايين و 800. 5 ملايين و 800. فإذا أنا بقارن بينكم فراح تكون إذن قيمة الأعلى إذن هي هذا السورة. والتالي يتكون قيمة القرار هون إنه نطور قوّر المستحف. كمان إذن العقدي عند العقدي أربعة إذن ببساطة. هون نشتب العائد. العائد إذن مليون و 900. اللي نحن شفنا. اللي هو بحال يعني ناقص الصفر. ها؟ وبالتالي إذن آآ بعدين نلاحظ يعني عند المقارن بقارن بقارن مشروع دون تطوير بيعطيني عائد أعلى. من قرار التطوير. يعني عند بدون يعني بقارن مشروع دون تطوير بيعطيني مليون و 600. بينها لعائد المكسيمون عند التطوير بيعطيني مليون و 600. فليس هناك جدور تطوير مشروع إذن بقارن أبضل هو عدم التطوير. عند الحلقة طبعا ثلاثة. ها؟ ها؟ هون هي عقدة حالي. عقدة حالي طبعا هون فإننا عند الحلقة أرعى فأنا عندي آآ ببساطة ببساطة المكس بين العوائد المنتظرة من التطوير أو عدم التطوير رح يطلع عندي إذن التطوير أفضل أو عدم التطوير هو أفضل. فعند الحلقة ثلاثة فصار عندي عقدة طبعا. بدي دار واحد ما بين حالة التطوير و عدم التطوير بقارن شو على ما هو عليه. فببساطة إذن رح يطلع عندي إذن الأفضل هو عدم التطوير. أما عند العقدة اثنين فأنا هاي هي عقدة حالة طبيعة. فمنضربة لنحسبها 090 در مليون. فرح يطلع عندي القيمة 2 ملايين و 250 ألف. فساعة التي تقارنها 2 ملايين و 250 ألف. ببساطة مع المليون و 900 اللي حصلنا عليها بالعقدة الثلاثة. فرح يكون عندي بالتأكيد يعني العقدتين الثلاثة. نلاحظ من العدم التحق من العقدة الثلاثة المشروع الكبير و قدره الإجمال الصافي. 3 ملايين و 250 ألف أكبر من العدم التحق من العقدة. يعني المشروع الصغير و قدره مليون و 300 ألف. وبالتالي المستار البديل الأول هو إنشاء المشروع الكبير. كيف حسبنا هذه الحسابات؟ إذن ورحسبنا هذه الحسابات كلها. وبالتالي إذن ساعدني أنشجرة القرار بوضع هذه الديانات تامية على الشجرات. كنا إذن كنا برسم من اليمين باتجاه اليسار ثم الحل من اليمين باتجاه اليسار. و كان قرارا نهايي أن يعمل المشروع الكبير أن يحقق لها عائد أكبر. المعينة والقيمة النقيل ضق على المعلومات العينية. هذا إذن التحليل اللي يستند فيه لإحتمالات الحالات الطبيعة أو هذا التحليل اللي يستند فيه على الإحتمالات السابقة اللي حصلنا عليه لحالات الطبيعة هو التحليل المسبق أو الفضل. بناء على التحليل المسبق منقرر في أن نتخذ السعلي الأمثل أو سيار الأمثل من طرف التحليل السابق أو ننتظر البحث عن معلومات إضافية. بنخلاله البحث السوقي من خلال المسوحات المستهلك من خلال دراسة. دراسة معينة المنتج أو أي طريقة ثانية. هذه المعلومة الإضافية بنسميها يعني هذه معلومات إضافة معلومات العينية. نستخدمها بمعلومات العينية بأنني أنا أعيد يعني نقش جيل الأخطاء أو صحح الاحتمالات المستبطة باستخدام قانون البيئيز. لذي نحن سبق وأشرنا إليه عند الصغراء باحتمالات. لي جات حالات الطبيعة من خلال دمجي أسنين مع الاحتمالات وصومة المفحاول. اتعرفتنا عليها بالاحتمالات أو عرفتناها بالاحتمالات البعدية. وبعدين إذن نحسب القيمة المتوقعة أو القيمة المثيلة المتوقعة أو التكلفة المتوقعة لأخصصات القصة المدينة. باستخدام احتمالات البعدية بشكل طويل. إذن حتى يتسنى لنا حساب الاحتمال المشروط احتمال بشرط قعبي. في هذه الحالة يجب أن نعرف شيء من العلاقة عن العلاقة الاحتمالية المؤسسة بين المؤشرات طبعاً وبين حالات الطبيعة. فإذن نحتاج دائماً لي معاكم احتمال مشروط. احتمال A بمعرفة B لكل المؤشرات وكل حالات الطبيعة. وهي إذن نشوفها كما قلنا البيانات التاريخية ومتقدير الزاتي. وهي بتمثل احتمالات ومشروطة لأبدانية الحدوث على المعلوم آي من برسل العيني ليوزيد حالة الطبيعة S. ياللي تعرض بعملية التحديد إذا كان هناك حاجة لجمع بيانة الضغطية قبل اتخاذ القرار. وتتعرض بالتحليل قبل البعدية. التحليل قبل البعدية. الآن الطبيقات هناك يعني طبيقات كثيرة على نظرية قائز. وعلى شجرة القرار كما مر معنا. يمكن استفادة منها بحل العديد والعديد من المشاكل. على سبيل المثال إذا كان عندي مصنع. هذا يجد سني بالامتحان المثال. مصنع يقول بإنتاج سلعة معينة. أو سلعة معينة به سلعة آلات. تنتج الآلة الأولى 20% من إنتاج سلعة. الآلة الثانية تنتج 30% من إنتاج سلعة. الثالثة يقوم بـ 40% إذا كثمت الإنتاج المعيب في ثلاثة آلات على تقريب هو بالآلة الأولى. الذي تنتج 20% من إنتاج سلعة. هو 2% من الإنتاج سلعة. 2.5% من إنتاج الآلة الثانية المعيب. و 3% من إنتاج الثانية المعيب. إذا سحبنا واحدة عشوائية من إنتاج المصعب. وجدنا أنها معيبة تحسن الإحتمالات الثالية. أن تكون قطعاً معيبة من إنتاج الآلة الأولى. أو أن تكون قطعة معيبة من إنتاج الآلة الأولى. إذا الحل إذا أول자는 نفرض A1، إنتاج الآلة الأولى. A2، إنتاج الآلة الثانية. A3، إنتاج الآلة الثالثة في إنتاج السلعة معيبة. فا احتمال أن تكون إنتاج الآلة الأولى هاتم almost 20% إذا السلعة 2 preyo. احتمال أن آلة الثانية 35% من الخصوص 3530. يستمال أن الآلة الثانية 35%. إذا ع Edinburgh. الآن احتمال ان يكون يعني معيب المنتج معيب ومن إنتاج الآلة الأولى ما يساوي يساوي 2 على 0.2 إذن يساوي 0.2 الإنتاج من الآلة الثانية يساوي 2.5 على 0.35 فرح يطلع عندي 0.25 احتمالا يكون المنتج اللي اشتبنا معيب ومن إنتاج الثانية icon 3 على 0.3 اما ان تكون سلعة منتاج الآلة الأولى إذا علما انها معيبى فاحتمالا تكون منتاج الآلة الأولى و لكنها معيب dim sawو احتمال تكون تكون انتاج الأولى ضرر ومنتاج الآلي الأولى بإذن بسوء 0.2 بإحتمال أن تكون من نتاج الآلي أولى الكميين ضرب احتمال أن تكون معيبي من نتاج الآلي أولى 0.2 على 0.2 0.032 0.035 0.025 0.035 0.035 0.01 بإحتمال أن تكون السرعة منتاج الآلي أولى بإذن علمة بشرط أنها معيدي إذن بسوء 0.15 وبمسج الطريقة إذن أن تكون السرعة من نتاج الآلي الثاني إذا عاروا لما بشرط أنها معيدي فإنساوي 0.3 0.3 بهذه الشكلة إذن لنخلنا تكترا عن شجرة القرار ونضرية القرار مضرية القرار دون المجال في الاقتصاد فصل التشريم حتى واليوم من الشعب الثالث بجلسة السابعة أقصد السابعة شجرة القرار ونظرية طبعاً هي استمرار لا آآ آآ القرار في حالة المخاطرة ونطبق في إما في دوقعة في دوقعة في فصل التشريم أو يعني في شجرة القرار ويعني من آآ من القرار يلهمي كمان التي يمكن طبقاتها في هذا الجانب وإيضا مضرية معنى من البداية السبا وعلي ووداد هدى حنان محمد فراس وأيضا علا راما محمد نعار آآ يشعب صباحكم جميع أنا باعتزل منكم يعني المرة الماضية فكان في جريد يعني خفت تعديكن يعني آآ فما كان عم يتعصودي خفيفة لا يزال شوية من أساب لكن حب الله الأمور بخير تمام ما فيها الهي شاء الله انتم بعيد عنكم طول المكروح وآآ ضلوا بالفقيل شكرا منكم آآ يوم تنت شجرة القرار آآ ونظرية ببساطة نحن بشجرات شجرة القرار هي أحد المسالين المهمية التي يلجأ إيها متخذ القرار عندما يتخذ قرار على مراحل متعديد لأن شجرة القرار حطوها بيزهمكم وهي نشان ذكر الانتحان هاي كمان تير بفيدكم لأنه ممكن نجيب لكم أنا هيك غششكم شوي بشغلة كير بسيطة آآ آآ تلوح تخرطو فيا وهي ما بد أخربها عادة إذن مشنا نستخدم بطبيق شجرة القرار نفسها القيم المتوقعة يعني بدنا نستخدم بحل شجرة القرار نفس القيم المتوقعة القيم المتوقعة لنخرج منها ذا نفسها لكن إذا بيكون عندما مراحل متعددة للقرار أنا مثل استخدم القيم المتوقعة بالمصفوف يعني بالجدوى أنا مضطر اشتغل على أساس الشجرة فصلها لانتقل من مرحلة إلى مرحلة ثانية لكن ستكون أنا جايب لكم شجرة القرار وفارة تقول لكم حلوة بشجرة القرار وي عبارة عن مصفوفة مربعة بسيط أو غير مربعة يعني عبارة عن جدول بها الحالة دون أن نذهب باتجاه يعني رسم الشجرة يمكن حلها بجدوى هلأ نشوف كيف مش بس سيتنبيه لكم مش عام هلأ حتى بدنا ناخد مثال هيك يعني واحد بجدول واحد طب لأنه يعني شجرة القرار نستخدمها عندما يكون لدينا مراحل مراحل عمل إخاذ القرار تحديدا لأنها تسهل لنا الأعمل فا عمليا بالإضافة لنظري بايز نظري بايز طبعا إحدى النظريات المذي في علم القرار والتي نستخدمها يعني لحساب الاهتمال احتمال حدوث حدث بمعلومية حدوث حدث آخر يعني إذا كان لدينا مثلا معلومي وأردنا بناء على هذه المعلومي أن نشتق معلومي هذا هو مفهوم نظري بايز بمعنى أن يكون لدينا فرضي ودليل فالفرضي أن نذفتها بناء على الدليل فالدليل هو ببساطة هي المعلوم المعلومي معروف سابقا والإثبات اللي بد يقوم فيه أنا هي حساب احتمال أنا عم دور عليه ألا بس بشكل عام للرؤية العام للي بنوا النقض اليوم مخصص إذا شجرة القرار شجرة القرار من نموذج بياني عندما نتحدث عن كلمة بياني إذن رسم بالرسم وعندما نتحدث عن كلمة شجرة نشكلها ونرسمها على هذه الشجرة يمكن أن نشكلها بأي طريقة من يسار باتجاه اليمين من يسار الطريقة العربية أو من الأسفل باتجاه الأعلى نحن أحرار هذا لدينا مطمق صريب التشكيل ولكن اعتدنا على أن نشكلها من يسار يعني اللي تكتبوها أصحاب في الدول الغربي إذن من يسار باتجاه اليمين إذن نتبق بعقدة قرار نسليها ثم عقدة مخاطرة وهذه عقدة مخاطرة متعلقة ببدائل وكل بديل متعلق بعدة حالات طبيعة مختلفة وعلى هذه الحالات موجود احتمالات حدوثة هو في النهاية موجود يعني العوائز أو التكاريف هلأ أنا حاجة وبصيك بشكل مختصر مختصر إذن هون هي هاي الشجرات هي لساعدني بتحليل تمثيل الحالات والمشكلات اللي بد اتخاذ قرار وعندي عدد حالات مستقبلي متعلقة فيها عدد حالات مستقبلي اه اكتنف البيئة يعني انا عم واجهة بهذه البيئة اه ليش عندي اكتنف من حالي ممكن انا واجهة بجاء شو الطبيعي مثلا هلأ اذا هلأ ادو على الصف خيوة حابين كنتم بارك ناقشين وبدتم تشترو موبايل اه وبدتم يعني تشترو هالموبايل ما بزين بس ممكن انتم تنزله حاطين ممكن تواجهوا ارتفاع اسعار ممكن انتم تراجع بالاسعار يعني اكيد بصورتنا ممكن انتم استقرار بالاسعار ما تغير مشي من بارك اذا هاي حالات طبيعة اذا ممكن بدتم تشترو البدائل انا ممكن اشتري سابسونج مش اشتري الارض الانتفق ولكن باي خيار من الخيارات انا في عندي عمد اصحارات طبيعة في الواجهة تضخم ارتفاع استقرار تراجع الانتفق فهون اذا مستخدم القرار فبدت يفحص في هالبدائل هالخيارات ومن خلال يعني هالفحص هذا شو يكون عم يدور على يعني المتيجي ممكن يعني قارن في البدائل بين بعض البعض وبالتاني ناقش البدائل والنتائج الاختملي بحيث انه يوصل ل انه يقدر احتمالات حدوث والنتائج ويحط على الرسم البياني بحيث هذا الرسم يساعده في الوصول الى الحد يعني من خلال الرسم بسيطة اذا هون عند القرار النهاية عم ثلاثين اذا بعدين عندي انا بديل اول بديل ثاني متعلق بخيارات طبيعة مختلفين ممتعلق كمان ببداء الطبيعة لكن مسلا هون بأحد اذا كمان مشان لحتى التكمل لقد عنده اث يعني تعكد قرار اخر ومرتبط ب كمان عقد مخاطرة ومرتبط بحالات طبيعة اذا لاحظوا انا بسي نستخدم القرار بين البديلين مباشرة قبل ان احكم هذا الامر فعندي قرار اولي شما قرار ثاني اذا من هون اذا ممكن ان تتعقد لبساطة شجرة القرار وتاخذ انتدادات لذلك نحتاج يعني ببعض المسائل عندما يكون قرار على اكثر من مرحلي ان نستخدم شجرة القرار لا نستطيع ان نستخدم فيها مباشرة الحل بطريقة الجدول مباشرة كان عندنا احنا مثل ما كنا نعرف سابقا اذا كان عندي بديل ا واحد والبديل ا اضني وكان عندي حالات الطبيعة اص واحد اصدنين اه مثل ما كان سابقا وكان عندي اه احتمالات هذه الحالات الطبيعة وهون قيم البدائي اصدنين نحسب قيم رقع البديل الاول بالقيم المقابلي لحال الطبيعة الاولى مضروب باحتمال في الحال الطبيعة الاولى باحتمال بحال الطبيعة الثاني وننزل البديل الثاني ونقارن مع بعض اذا كنا بحال اربعة اذا كنا بحال اربعة اذا نحن نستخدم ممكن ساعدنا الجدول كثير ولكن مشروع اجري الحل بالكامل عن جدول وخصوصا اجري تكون عندي مراحل مراحل الاتخاذ القرار كما اذا نحتاج الى شجرة القرار بشكل العام اذا نحن نتعرف على مصموم شجرة القرار تصميم شجرة القرار كيف نتمكن ايضا تخذفها من الاحتمالات الشرطية ونراجع حاول تقدر الاحتمالات الشرطية باستخدام نظرية بشكل عام شجرة القرار هي وسيلة واداة مساعدة لمتخز القرار حتى يوصل للقرار صحيح عن طريق يعني بحث وتحليل البيانات على من خلال وضع هذه البيانات على مخطط بيان ورسم بيساعدوا بتسهيل عملية سماعة اتخاذ القرار اذا هاي الشجرة بتساعدني من خلال التمثيل من خلال الرسم اني بين في الخيارات او الاستراتيجيات وحالات الطبيعة ايضا وبالنهاية يعني وضع هالاستراتيجيات او حالات طبيعة وضع العوائد او وضع التكاريخ لا حتى يعني ساعدني بانجاز القرار او الحل المناسب شجرة القرار هي تمثيل البياني عندما نتحدث عن المتتمثيل البياني ايجا الرسم هي شكل رسم او تمثيل بيان العراسف والعلاقات فعمليا اذا اسلوب يستخدم الناحية الكمية لانه بحق علي انا ارقام وتصوير لانه انت عم تستخدم مثلا هذه هي الورقة او اللوح اللي عم هي فانت عم ترخبزا هذا الرسم وعم تحق عليه مثلا لنفترض انا رحلة كبرة ثم لا نفترض انا عم حط هون مثلا خمسين ستين ناقس عشرة مثلا خمستاش على سبيل المسال هلا هنك هون بإحتمال صفر قاصري ستة صفر قاصري اربعة هاي احتمال حدوث لا تستعجلوا كلها لا يعني هنبينها صفر قاصري ستة صفر قاصري اربعة فعمليا لاحظوا اذا هي اول شي السلوط كمي لانه عم استخدم ارقام تصويري صورة عم اتبين عندي بياني اذا على شكل خطوط عم ارسمها من مكان اذا السلوط كمي تصويري بياني في مسكوي ساي مسكوي احنا عم اشتغل عليه و متفرعة على شكل شجرة متفرعة من تحديد مسار العمل الاول مسار العمل الثاني ممكن يكون عندي مسار العمل الثالث هون اذا تقدر الامر ببساطة اذا مسار العمل الثالث اذا احتيجنا يعني اه بتبين اذا احتمالات الخدوص احتمالك والتدفق النقدي المنائة تدفق بسوعة ثان تكاليف او اربع وبالتالي اذا وتبين لي تمام الشيء الاساسي بهالم موضوع هذا هذا مستخدم اذا تحديد مسار العمل ببين زدائر المحتمل وحالات الطبيعة هاي حالات الطبيعة الممكن انواجه اذا هون عقدة عقدة مخاطرة يوجد عليها مرتبط بهذه دون إرادة متخص القرار يعني ليس له الاساس تجرع السوق بيت تشتري هلاء يعني كيلو فول وبيقلك والله منبارح لليوم زاد يعني خمسمائة ليرا كيلو انت ما لك علاقة ايش زاد انت ما تتمنى يكون رخص لكن بالبساطة اذا وقع هذه هالحال اللي واجهت انت دون قرار وانت مع تتخص القرار بالشراء او عدم الشراء لهي كيلو فول اذا هذه الحالات تقعدون اي رابط واحتمالات خريفة التدفق اذا احنا منقدرة احتمالات احنا منقدرة تقدير تكون يعني منخلال تقدير المتخص القرار قد يكون منخلال لجوء الى الخبراء او منخلال يعني اللجوء الى المستشارين كل من هذه المتائل تغذ بعين الاعتبار ولكن الاهم من هذا وكل انا اثناء رسم الشجرة بدي اخذ بعين الاعتبار تناوب قرارات والحواد السبياء اذا عندي هون اذا بلشنا بعقدة القرار وهون القرار نهائي مستخدم اذا هون اتخذ القرار نهائي طبعا بلشنا من هون وارسمنا من الاتجاهات نرجع بالحل اتجاه وايضا اذا عند السائبة نفتد بعقدة القرار نربطها بعقد مخاطرة مرتبطة ببدائل وحالات الطبيعة حالة مرتبطة بحالة الطبيعة ولكن هناك تبادل اذا تناوب قرار عقدة مخاطرة او حالة طبيعة ثم قرار لا يجوز ان يكون هناك عقدة قرار عقدة قرار او حالة مخاطرة وحالة طبيعة حالة طبيعة وعليه لانه ما الى معنى يعني انا شو شو بالحالة مفي يعني فيني ادنشهم ببعض طالما مثلا بقول والله حالة طبيعة هون مثلا احتمال يعني افعال اسعار ثم احتمال افعال اسعار ما فيني انا مسلهم جنب بعض لانه دوري عم عايشهم بنفس اللحظة يعني اه يعني ما عم يصير اه تغيير الا واحد من اتنين بدو كنو اتنينكم مع بعضهم بنفس الوقت فلذلك اذا هناك تنوء لقرارات حوادث البيئة مرتبة حسب الزمن المنطقية هل وقوع للقرارات او للأحداث هل البيئة شو ممكن تكون بيئة مثل ما قلنا نحن ممكن تكون شوق يعني شوق عارض شوق طالد شوق يعني فيه اه اه تضخم هات سوق او منافس قد تكون البيئة تمان منافس يعني وقد تكون يعني غير اي شيء اخر يعني اذا بين الشكل هات فالشجرة القرار بتساعدني اذا لم بالشكل العام لوين انا كيف فيني اعرض ومش في اللي انا اه عم عالجة هاي الشجرة اذا هي هيكلي بتساعدني ان اختار بين الخيارات بين المسار المختلفة وبالتالي بتحدد لي هالخيارات اذا الخيار الاول بالفرعة الاول بالفرعة الثاني اه اللي نحن ممكن نشوفه اذا هالفروحات هاي خيارات متاحة وهتوقع النتائج بنهاية اه بنهاية الشجرة وبنهاية الاخصان انا النتائج اللي عندي اياها بالتالي اذا مع البدائل ففيني اتوقع فيني اعمل يعني نوع من التوفع عن طريق اه حساب تيتيتي توقع من هون اذا اه بتساعدني ان ا اوصل لافضل خيارات اه تطوير او اختار البديل الافضل لاحصة مثلا مزل المنتج بقدم خدمة لحتى اختار بديل عن بديل اخر موقع مصرح الى اخرين كيف يتم بناء الشجرة؟ يتم بناء الشجرة دائماً بعقدة الخرار أول ما ندخل بعقدة الخرار هاد مربع ثم إذاً صغير إلى اليسار ثم نرسم يعني الخطوة إلى الخارج وإلى اليمين هاي وإلى اليمين ابتداء من هين؟ من هالمربع كل خط هو عبارة عن الشهاد خيار والخيار شوو بديل يعني أي خط إذن يمطلق من عقدة القرار إذن هاي عقدة عقدة أول ما بتدي فيها عقدة قرار إذن ومتعلق فيها مثلا بديل أول بديل ثاني بديل ثالث هون ومع نهاية كل خط أو خيار هون بديو خيار فمعني يجب تحليل النتيجة بهالموقع هاد بدي حلل هالبديل هذا مع البديل الثاني وبالتالي إذن هناك أعقدة مخاطرة مرتبطة حالات مختلفة لحالات الطبيعة حتى هنا حالتين ثلاثي أربع إلى آخره وبالتالي بنهاية كمان تلخط نرسم كمان أحيانا أعادة ما نرسم هون أعادة مسلس مسلس ليعبرني عن القيمة يعني قيمة البديل بالنسبة لحالة الطبيعة المتعلقة هلأ آآ عمليا إذن نستخدم لها بحل المشاكل ذات بدائل المتعددين بدائل متعددين إذن قد يكون عشرات بدائل المتعددين وأيضا بحالة الحالات يعني أو الحالات المتعددة بمحكمة المواجهة ساعة الدكتور المشكلة كمان متعلقة بعنصر المخاطر تصبح دائما شجرة القرار في حالة المخاطرة وأحيانا في حالة عدم التأكد لكن دائما تطبق شجرة القرار في حالة المخاطرة لأننا نستخدم فيها في حساباتها أرسكيم المتوقع أرسكيم المتوقع نستخدمها في حالة المخاطرة وهذا السؤال دائما نجيبها يعني نستخدم شجرة القرار في حالة المخاطرة في حالة التأكد في حالة عدم المخاطرة هلأ إذا بيكوني واحد في حالة عدم المخاطرة يجب أن يكون أنا كاتب الخيار حتى الآن يستعدي المخطرة في حال المخاطرة وإذا كان يستعتبر الحال لذا يكونوا يحتفظون إذن نستخدمها إذن قد يواجه من المتخدم القرار الصعوبي banned funding الخيارات الأسئلة المدارين إذن كمان نستخدمها ساعد واجه من المتخدم القرار الصعوبي لبناء الجداول المتاع الشنفي بمعنى ما في يعمل مصروف القرار سهل تبينه كل الخيارات المتاحة أمامه فعمليا إذن لحتى كيف أنا ابني هالشجرة بطريقة حلوية يعني بيكون نظامي عادة عادة بناء الشجرة يدبع لشول مهندس القرار الشخص المتلف لحل المشكلة ببساطة عادة تذكروا بداية المحاضرات يعني إذا كنتم فيني هيك وقفنا عنها مفقرة حلوة مثالي فن التقطيع أو كيف أنت فن التقطيع يلي ذكرنا فيه كيف أنا أخذ من الواقع ما يلزمني لتمشيله يعني على شبيع أي تماما أنسوا المخاطرة وعدم تأكدوا إذا أنا أكتبت لكم المخاطرة لحالو المخاطرة فقط تمام بس إذا أكتبت لكم مخاطرة وعدم تأكد معلش هذا الجواب الصحيح بيكون بس بالحال العامي شجرة القرار في حالة المخاطرة بحالة المخاطرة يعني هاي إذا كان في عندكم مخاطرة ومخاطرة وعدم تأكد اختار المخاطرة تماما وهو هي الصحبي مني أوكي؟ طي فإذن عمليا فلنطق إذا واجدني أنا مشكلة بدي إعكسها بصيغة من هذه الصيغة أنا مفيني أخذ كل أجزائي مشكلة وإبرزها مثلا برموز فبدي أخذ منها أجزاء إذا هذا تقطيع تقطيع إذن بالشكل بيخليني أنا يعني معني بالاتخاذ القرار أو بهندسة المشكلة وصياغتها وصناعة القرار ومشور إلى الحل إني إعكسها ضمن المتغيرات المشكلة بطريقة فكل شخص منا إذا من كله يعني على مشكلة معينة ببساطة شو بيعمل ممكن كل واحد منا يأخذ أجزاء قد لا يراها الآخر وقد يكون أجزاء مشتركة بين ناجن يعني يعني نمثل أجزاء الأساسي كلنا بشكل ولكن بعضنا بيديه إبهارات معينة قد يراها مناسبة لكن الأهم من هذا كله أن لا نغرق الشجرة بمعنى أفضل خصوصا أثناء الحل يعني من ناخذ الإجزاء يعني ساوية متشعبة جدا بسرطة أو المعصاعة إذن أول شيء طب الرسل من اليسار من اليسار اتجاه يري عدد إرهاق الشجرة بأحداث أو يعني أشياء تفصيلي ترهق الشجرة الحرص على تناوب الخيارات والبدائل وردود الأفعال والقرار تقدير شو ردود أفعال الطرف واستمالات تقييماتها أخذ ذلك باعتبار الأفضلات المستقبلية باعتبار النتائج المفتملة اللي يمكن نصر عليها في هذه القضايا هاي القضايا كلها إذن بتي أخذها بعيد الاعتبار بمعنى مثلا أولا يمثل على حل مشكلة النقل ما بين المصانع الموجودة في دمشق وما بين مراكب الطلب الموجودة بمحافظات ثانية هالمحافظات بحلب بحمص بحمى بالطبوس باللابخية على سبيل المساح طيب هون إحدى الخيارات المتاحة الطريق مثلا وتكاليف الطريق يعني ما فيني أنا أحط إذا كان والله في حفرة يعني بعد بمنطقة عدرة يعني حطها كمان حطها بمشكلة على الشجرة لا هون إذن هاي بعض القضايا مزعجة في الهاتف الشجرة فيها لذلك أنا أقدر شو لازم أنا أحط بالتمسيل لا تمسيل هذا مشكلة ما بين المصانع وما بين مراكز الاستهلاف أو المخازين هالمكونات الشجرة إذن نرجع عليها بشكل دقي إذن المربع كما قلنا هو البداية عقدة القرار decision node وهذا من المسبب للبداية إذن بهذا المربع هاي إذن بداية الشجرة من الوسار إذن بالنسب عقدة الأحداث هاي قد تكون بديل أو سلوك أو حالي منمثلها على الشجرة شخصنا منمثلها كمان بدائرة ها إذا بدنا نتبرها دائرة فعمليا منمثل على الشجرة وفروع الأحداث هاي يعني هاي هاي عقدة أحداث ولكن بكل عقد وما قلنا هذا بديل بديل تاني بديل تاني بديل رابع ولكن كل بديل مرتبط في هالفروع هذا بخطوط مختلفة تسمى طرور أحداث وهذه تمثل حالات الطبيعة الممكن نحن واجب وفي نهاية كل حالة الطبيعة إذا مثل ما كنا إذا أحد إذا إذا فرضوا إنه عندي أنا حالة الطبيعة أقول S1 وهي S2 وهي S3 وهي S3 مثلا لحظوا إذا أنا قلت أنا هون مثلا آآة 2 مثلا آآة 2 هون آآة 3 آآة 2 ومنحط إذن هون إرادات أو التكاليف بالنهاية إذا منحط علي الإرادات أو التكاليف إرادات إذا كان هاي منحط ري رهني إراد أو إذا كانت C تكاليف إذا كان أنا عم أطفع هلأ منحط كمان نعبر عن سكرة بقعة بس كما قلنا هلأ احتمالات حدوث حالة طبيعة منحط هاي الاحتمالات حدوث حالة طبيعة ممكن أنا متسيرها بوساطة إذن بيشو إذا بس عند S1 بشكي بعد حدوث حالة طبيعة S1 ولت هم بتساوي مثلا 0 0.2 0.2 0.2 رخولي بس عملي يمين من الهاتف بس تلاحظ بيلي بالنبي اي طلاب الماجستير طبع الافتراضية يعني بدون يخلصوا مشاريع حقهم بس كنت أنا شوين تكتبي بهال هاي طلاب الامبي يلا إن شاء الله بكرة بنسير كنت وعند طلاب في عنا طلاب بالجودي ماجستير بالجودي وطلاب ماجستير بالامبي اي هلا إذن عمليا عمليا عنا أنا إذن هون اجتمال حدث كل حال من حلاق وطبيعة وبالنهاية إذن تحط العائد أو التكييف فهذا إذن على السهم الواصل ما بين عقدة المخاطرة المرتبطة بكل بدي من البدائل آه طبعا ممكن يكون إذن عندي استمحة طبيعة مضبطة بهذا البدي لكل بدي ممكن واجه أنا عدة حالات فهدون إذن هذا الشكل العام لتمثيل أي يعني تمثيل الشجرات مثل ما قلنا إذا كان عندي أكثر قرار آخذ إذن مرتبطة في فهي عندي خيارات أخرى تمان أنا بدي أخذها بعيد الاعتبار بهذابي وأحسب أسناعنا إذن هان شكل الرسم من اليسار باتجاه اليمين الحل يبدأ بحل إذن هذا هاي الرسم أما الحل فهو من اليمين باتجاه اليسار وإذن الحل الحل طب هلأ بعد ما عرفنا بشكل عام هاي الشجرة الشكل العام من الشجرة هيك إذن عندي أنا نقطة القرار من شانية العالي فرع الفرع هو عبارة عن خيار خيار آسف نقطة حدث عقدة أحداث عقدة مخاطرة نقطة أحداث فرع حدث احتماسه وصحة الطبيعة الاولى احتماسه وصحة الطبيعة الثاني احتماسه وصحة الطبيعة عائد 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 أو قد يكون تكلف حسب بطا ما نحن إذن هذا الشكل العام بوناه شجرة القرار هاي الشجرة إذن كمان إلى ميزي يعني أول شيء إذن بتقسمي نتم قسمي المشكلة لعدة أجزاء لحتى تساعدني بالحل إذن تجزيق كترة تجزيق المشكلة يعني مخلال وضع على الشجرة فهم أفضل للمشكلة أثبارها حدد القضايا الحججي يقوم بتساعدني بتحديث إذن كان حاجة إلى مزيد من المعلومات ومواجه حالي مقنعة حل مقنع أو لا أستاء الحل تمام يعني ممكن تعاون مع القضايا الحالي ويعني اللي ممكن أنا واجهة بكرة بالمستقر يعني وليس القضايا الضحر ما بيعطيني هلا الرؤية شو ممكن شو صار بالماضي أو بالمستقر وإنما هلا هلا حاليا مش هل عم نتعابل وبعكسها لهالش عم نتعابل على ما يمكن يحدث في المستقر أيضا من النقاط القوة بتساعد على بناء احتاس مشترك بالفاعل ليش ليش بتساعد لأنه كل شي بمعروض أمام الجميع على مثلا إذا كنا عم نحمل الشجرة على لوح على السربورة قدام كلنا منتفاعل بالرسم على الخيارات من شارك إلى آخره لها قيمة أيضا سهل تفاهم التفسير إذن مانا صعبي لأنه عدل الديانات حيلا مكثير من التكترات بسهل هذه الأفضل أسوأ قيمة توقع على السيارات وأيضا يمكن جمع مقيم لكن بنفس روح لها بعض العيوب من أهم العيوب أحيانا قد تكون حساباتها معقدين تعتمد على تخزيط المعلومات داخل الخارج إذا كانت المعلومات التي وضعتنا صحيحة فرح تكون نتيجة صحية إذا كانت المعلومات خاطئة فنحكس نتائج خاطئة كمان هو أن تستند على التوقع كما قلنا يعني إذا لم تكن فيه توقع صحيح فسيقود إلى أخطاء في شجرة القرار شجر القرار يعني عرض الأخطاء قصمي كمان بيسر الاختلابات التصور والقيود المفتوبة على يعني تطبيق الأدوات الحصائية المفتوب كل واحد ممكن يكون الجاوية والمختلف في شجرة الطبيق وبالتالي إذن يحرم استخدام شجرة القرار عن شجرة الصحيح عن استخدام الصحيح الآن بعد ما تعترفت على شجرة كان مفتوب لكم أنا يعني المسال مباشرة هون لكن خلينا شوين ناخروا ناخر شوية عن احتبالات الشرطية ونرجع لمجموعة ثلاثة أربع مسائل تير مهمين يعني ونتبهوا عليهم ها قرب الانتحار تير مهمين طيب هلأ الاحتمالات الشرطية احتمال الشرطي عادة يعني صيغة من الصيغة التي نلجأ إليها والتي تساعدنا كثيرا يعني وقيمة الشرط باللغة العربي إذا سوف مهيكي بناء على شيء سنقابل شيء آخر أو سيحدث شيء آخر هذا الشرط يعني تمان بعلم الاحصاء وعلم الاحتمال مفيد جدا فممعقول مثلا إذا قلنا نحنا يا أخي إذا نزل المطر يعني إذا سقط المطر أو نزل المطر حمول شمسي مهيكي إذن فيه أداة شرط هاي باللغة العربي فباللغة نفس الشيء ببساطة يعني أي شيء يمكن أن يكون متحل لنتيجة أخرى يجب أن نأخذه بعين الاتباه وإلا يعني نكونش مع نضيع الحال لفرصة أن نتعلم من شيء متح إذا إذا سوف فعمليا إذن هذا ببساطة إذا نظرة الاحتمال فهي كل سطرنا مبرهن أو عالم إنجليزي قملاق يعني طرح هاي المشكلين حوالي ولا تزال حتى اليوم وستبقى إلى يعني أجل المسمى من النظريات القوي جدا واتعادني على حساب اجتمالات الشرطية إذن هين مبرهني لا مبرهن بايز هي عبارة عن اجتمال وقوح حدث بناء على المعرفة المسبقة بالغروف التي خطفون ذات سبيل الحدث مثلا مثلا شو احتمال هاي أنا لمعليش كمان برجع بقلكم 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 يعني أنا شو عمتقلي بمبرهن بايز اجتمال وقوح حدث بناء على المعرفة المسبقة بالضروف التي أخذتهم ذات سبيل الحدث لا أعطيكم مثال انتو عايشتوا مثلا عايشتوا مو معي مع اكثر من استاذ مين منكن أخذ معي مقرر سابق مثلا الامداد او مثلا نظم المعلومات على شري العولى العولى ببساطة مثلا كانت اللي شافت الادتين ما عم يعطي الدكتور طاهر على سبيل المثال على سبيل المثال فشوفوا هاي نربطها مباشاة نفهم لأهدي تعرف طريقته تعرف السلو تعرف هالقل فوالله انا نجحت بالمايس بمعدل 85 90 فاحتمال سير انا فعلا مونا هيجيب بجز بفايزر بناء تبقوا بناء على المعرفة السابقة المعرفة المسبقة بهالظرف اللي هي عايشتوها وبالوظيفة ما شاء الله ما حالا ياخد عنده بالوظيفة بجوز عملها السنة ها ما معرفت إذا كان حدا إذا كان حدا عم يجب لي على شي كويس ببيعقوا خلاص وعرض والله يجب تانس شمال ميحة كمان ها أوكي هلا عمليا إذن هون القضية إذن بمعرفة شيء آخر كيف تعمل احتمال للأخص طيب إذا أنا سأتلكم وهي جبتلكم جبتلكم جبتلها ياها لازم ولكن بالسنة الماضية أو القبلي منها شيء احتمال إنه ينجح واحد بمقرر إذا النظري في القرارات إذا كانت تستخدمة عن نفس الأستاذ بمقرر الإمداد وهيوى نجحة بمعدل مثل 85 وبيمقرر الهداة بمقرر نظم المعلومات كانت نزمة نجاح 83 مع العلم إنه عدد طلاب كثير وثير إذن جبتلكم هذا المثال حقيقة ببساطة مع إنه ندخل فقط بالمعادل إحنا بهم المعادل إحنا جبتنا إحنا نستخدمة فهذا إذن معرفة حدوث حدث بمعية أو بمعونة معرفة حدوث حدث آخر ثاني ديال على سبيل بالمثال إذا عرفنا إنه الصراطان بجيب يعني الوقوع فيه مع تقدم العمل فإذن الصراطان إذا اضطردنا إنه مرتبط بتقدم أو بتقدم فساعدل نستخدم مبارهم ببساطة شو يصير عندي آه نستخدم عون الشخص لا حتى يساعدنا بإعطاء تقييم الاحتمال لصابة الشخص بالصراطان آه بجي لازم أصر إذن عمليا آه آه فيني أنا أحسب أجري تقييم لإصابة أو احتمال إصابة صراطان بشكل دقيق بعد معرفة عمر عايش صراطان إذا عملنا جدول للاحتمال آه ببساطة إذن محسب الاحتمالات الشرطية وفن للأعمال بعمل احتمال مشترات احتمال الهامشي آه فيني أحسب نسبة احتمال حدوث أو إصابة كل شخص وفن مرتبط بصرط الصراطان مرتبط بعمل طبيني إذا تجدرة عرضوا بجدول معين يبين يهل أعمار بشكل جيد إذن احتمالات إصابية بشكل حقوق ماشي بنتون خاربط لو نحنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نفسهم. المستمال يجي على شكلكم. يعني نغير الأرقام. بدأتكم على شكلكم. تجرب العشوائي إذن تجربي ممكن. يناجحين يناجحين. يعني هلأ فيه احتمال الرسول بس مو يكون يعني. إذن هو دخول للامتحان إما في هجاح أو الرسول. فهاي إذن تجربي عشوائي بعرض أمام ما. يجي بشكل مسبق. تماما إلا. هلأ الفضاء العليمي هو جميع. يجي بشكل ممكن. هلأ. بالنسبة للتجرب العشوائي. بالنسبة للدخول للامتحان. إذن فضاء العيني شوي. عندي يا نجاح. يا فضاء العيني تبع. يا شعر النرد. يعني زهر. إذن فضاء العيني بدي يوقع. طيب. عندي الخدث. أنا ماني عم هيدي. عنه أنتوا. أخذونه من هدوم الحصاء. وإنما فقط للتسكير. لشان الاحتمالات الشرطي. فقط للتسكير بجزء بسيط بالاحتمالات الأكثر يعني. طررقش. هلأ يعني يعني العبوة وبعد منا البيفسر يرفيع زمن لفاقه على فلاكل. آم. والله هلأ حتى هاي الفلاكل صار مكلفة ها معنا الشيء. خلوه على كافة الشيء. طيب. هلأ إذن المسألة بعد ما أخذناه. الحدث شو هو الحدث؟ الحدث هو أي مجموعة جسم. مجموعة جسمية من فضاء العين. أي مجموعة جسمية من فضاء العين. ولذلك الحدث عندي عدة أنواع. عندي حدث بسيط. إنه المجموعة جسمية من عصر واحد فقط. هم؟ 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 شو احتمال إنه أحصل يعني على الرقم واحد برني حجر الناب. عندي حدث واحد فقط الواحد يعني هم؟ هم؟ فاتس وحدث رسيط. هلأ طبعا واحد على ستين يعني النتيجة يعني. حدث ورفت مجموعة هم؟ هم هي مجموعة جسمية بتكون من أكثر من عن الصور. في احتمال اني احصل على رقم اكبر من اتنين بيلقاء حجر الناس طيب عندي ايجابة 3-4-5-6-6-10 مثلا هاي كثير حدث ورقم هاي واحدة 3-4-5-6-6-10 هو من ضمن الحدث المرقم طيب حدث مستحيل هو الحدث الذي يحمل المجموعة الجديدة على اي عنصر في احتمال اني احصل على الرقم اسعابي رمي الحجمين اكيد صفر طيب اذا لا يحوي اي عنصر بالمجموعة الحدث المؤكد هو الحدث الذي يحمل على جميع عناصر صباح العين شا احتمال احصل على رقم اقل من 7 عند رمي حجر الناس احتمال مؤكد واحد اكيد لاني بدي احصل اما الواحد او 2-6-6-6-10 الحدث المكمل شا احتمال احصل على الرقم اكبر من الاربعة الاربعة عندي الاربعة عندي الخمسة والسكة اه بيلقاء حجر الناس وهدون العناصر العمليا اذا الاحداث تخريص بين بعضهم بس مشان تسهيل يعني العمليا فعند اجتماع الحدث هو متممه بشكل المجموعة الكلية عند تقاطع الحدث هو متممه هو الخالي يعني فالأحداث المستقلة تمام هي الأحداث التي لا يؤثر وقوع بعضها على وقوع او عدم وقوع بعضها اخر يعني اذا هلأ حنان اه يعني اخدت عندي 97 ما معناته صباح ما فيه بكتافض او ويباك 97 فهذا احداث مستقلة يعني كل واحد كاتب ما شرط يكونوا ناقلين عن نفس الوزيجي وما شرط كل واحد يكون بمجموعة ولكن هي كاتبه بشكل منيح اه وعار بشكل منيح وهي والتاني كاتبه بشكل منيح اه ومستوكري فإذا هذول احداث مستقلية يمكن ان يتعطل الصارد عدة طلاب مائل علاقة بنفس الوظيفة هلأ بجوز تكونوا مقليلين هاته لمتبادلين يعني المعلومات وعايدين سياسة يمكن تضحكوا على استاذ طبع بها بس بارش هلأ من يسميها هاي بشكل عام احداث مستقلية إذا ممكن انتأخذ نفس العلامة بشكل بسيط يعني اه ايضا عند الاحداث غير المستقلية الاحداث التي يأثر وقوع بعضها على وقوع او عدم وقوع بعض الناس يعني مثلا اذا كان النوم غير بيأثر انه احتمال يقع مطر ها حدث يعني المطر اذا مرتبط وليس مستقل اه بي هلا ما بيجيه من فراغ فإذا هذا حدث غير مستقل ضلة الاحتمال يعني اه اه الخدوط حدث ما احتمال وهذا قيمة هذا الحدث كيمة الاحتمال فهي عادة من صفرة واحد إذا كان وقوع الحدث مؤكد فاذا بدي يكون احتمال احتمال واحد إذا كان احتمال وقوع صفر فإذا هو حدث مستحيل وإذا كان بين بينين إذا بيكون بين صفر والواحد هذه بشكل عام يعني لمحة بسيطة عن الاحتمالات بس لحساب الاحتمال الشرطي الاحتمال بحدث آخر إذا وقع أحدهما سيأثر على نتيجة الآخر هذا ما يعنيه بالاحتمال الشرطي بنظريت بايت فبالتالي إذن هذا نظريت بايت هذه الخاعدة أو الإجراء اللي يعني يساعدني ويسمحني أن يعبر عن الاحتمال المشروع لحدث عشوائي ما بعرض يعني ما نموته بدي عشوائي ممكن يقع بحيث نموته باحتمال وقوع حدث آ باحتمال وقوع حدث آخر بمعنى آخر إنه لحساب احتمال وقوع الحدث آ فلازم على أساس الاتباه مع حدث به بشكل بسيط فمنصطلت إنه عندي أنا مثلا الحدث آ وبي حدثين وبي احتماله لا يساعد صفر يعني ما نموت حدث مستحيل لنفطرد عندي أنا مجموعة بعد حدث آ واحد هاي آ واحد آ اتنين هاي آ ثلاثة وهي آ ثلاثة وهني لاحظوا ما عم يتقاطع الحدث به لاحظوا هالحدث به عم يتقاطع مع جميع هالأحداث آ واحد آ ثلاثة آ أربعة آ فهو حدث من ضمن سي إذن هو الجزء تمام ضمن المربع آ واذا قاطع مع آ واحد بهاي لاحظوا إذا ما عم نتقاطع هون مع آ واحد عم نتقاطع مع آ اثنين كمان بكول هاي هاي عم نتقاطع مع آ ثلاثة بهاو فهو إذن عمليا عمليا أنا إذا بدي شون إذا بدي آ آ آ اعمل أنا آ آ لنفطر جمسين هالحدث طبعا بي هو المنفضاء العليم بي هو المنطق المظللي يتقاطع مع الحدث آ واحد آ اثنين آ ثلاثة آ آ وآ آ سبسة طبع هلأ إذا بدي أنا أحسب إذن بي بي إذا بدي يشوفه أنا لال بي هاي بي ها هون هاي بي ها كي بدي يحسب آ آ يعني شوفوا هالمنطقة المظللة من خلال من خلال آ آ Έ فهو إحتاس لكم آ آ واحد آ ثلاثة ا إذا وهي عبارة عن اجتماع يعني بهم مع المناطق المتقاطعة آه بين آ واحد آ ثلاثة وآ ارها خمس إذا إس بتقاطع بي إذا هاي قطرة يعني بتتقاطع مع بين تتقاطع من ثلاث إذن بي بتتقاطع مع آ واحد بي بتتقاطع مع آ ثانية بي بتتقاطع مع آ ثانية بي بتتقاطع مع آ ثانية بي بتتقاطع مع آ خبس إذن إيه تتقاطع به شو بيساوي وليس تاني عمقول آ واحد تتقاطع به آ واحد إذن هالمنطقة الصغيرة مجموعة لها المنطقة الصغيرة الثانية ثالثة الرابعة عم تشكلني إذن هل المجموعات الأجزاء من A1, A2, A3 هي جزء من هي التي تشكل بي وبالتالي إذن بي هي مجموعة مجموعة اجتماع أو تقاطع هذه المناطس المختلفة من A1, A2, A3 إذن اجتماع بي تساوي A1 تقاطع بي اجتماع اجتماع زائد هون A2 تقاطع بي اجتماع هاته تقاطع وهاته حتى A5 تقاطع بي إذن بما أنه الأحداث A1, A2, A3, A4 A5 متنافع فالأحداث إذن B تقاطع A1 من واحد للخمس متنافع أيضا وبالتالي أنا احتمال بي احتمال تقاطع بيساوي إذن احتمال أول جا احتمال ثاني جا احتمال ثالث إذن احتمال بي بشكل عام بيساوي احتمال A1 تقاطع بي زائد احتمال A2 تقاطع بي زائد لا وصل ل A5 تقاطع B وبالتالي إذن إذن استخدمنا علاقة الاحتمال الشرطي لا نفوق إذن احتمال تقاطع احتمال تقاطع بي من نظرة الاحتمال اللي نحن أخذناها سابقا بالاحتمال أنا ما ننفصل لكم يها وإنما قطط التذكير هنا إذن احتمال بي علما أنه قد وقع ضرب احتمال قد وقع ضرب احتمال ضرب احتمال احتمال بي علماً قد وقع ضرب احتمال A1 بشرط وقوع B أو علماً أن B قد وقع ضرب احتمال بي يساوي احتمال A تقاطع B يساوي احتمال هات نفسها من الجهة المقابلة الى احتمال B بشرط A قد وقع ضرب احتمال بمعنى آخر بمعنى آخر هات بشكل يعني بشكل عكسي هلا إذا وقع الأول وأثر على الثاني فإذا وقع الثاني بيأثر على الأول فلذلك إذا احتمالي الأول بيشكل تم اخرص بص Ideally إذا لأنه إذا الأول مطرت بالتاني التاني مطرت بالأول فببساطة إذن هات بنطرأه إذا جدال احتمال الشرقي لأ بمعنى ب احتمال قدوز A B مع�� هات هات بيساوي إذن جدال احتمال الشرقي هات كيف نقرأه هاد بهم وهاد اللي أنا بدي به تطبيق كيف بنصلي الحل به نحصل Tim تأخذوك الأهم. أما هون عنا بنظر القرار قال لأ بإملي كيف يتفقه. ها. العلمان المضمنة تكونوا. قلوك هدوة. لكن المسألة هون. عمليا إذن اجتمال. اجتمال. ا. اجتمال. الاجتمال الشرطي لآ. بمعارف الحدث بي. اجتمال الشرطي لآ. بمعارف الحدث بي. يشاوي اجتمال بي. بمعارف ا. مضروبي اجتمال ا. على مقسوم على اجتمال بي. هاد يبهمنا بتطبيق. هاد يبهمنا تماما بتطبيق. بي. السن الماضي جبتلون عن مسئلة الآآ. الزماني غلطان. عن الاسهم بالبورصة. راح عطيكم ياها بكرة بالآآ. ان شاء الله بالمحاضرة الاخيرة. الاسهم بالبورصة. يعني كانت جبتلون المسال عليا. بجولكم. لك بعض راحبكم ياها. المسال بسيط. عن نظري بايز. ببساطة. لنفترض انه تقصي اليوم غائب. هاد تقصي اليوم غائم. وانتي حابب بتعرف. هم? اذا كانت ستمطر اليوم ام لا بمعلومية انه اليوم غائم. اليوم غائم غائم. ها? بمعنى تاني. انت اللي بتحب تعرفه. ها? تريد شاء احتمال سقوط انطار. بمعلومية انه اليوم هو يوم غائم. شاء احتمالي سير مطر. مع العلم. انه تقص غائم. احتمال ان يكون مطر مع العلم انه تقص غائم. احتمال سقوط التقصي كلاود. اذا غائم. ببساطة هاي لنها. شو يعني? انا بهالجام عمل. عندي سقوط المطر. هو انه هاد الفرضية. انا شو احتمال ينزل المطر. واليوم غائم هو الدليل المعلومي. المعلومي عندي انا انه الدنيا غاينة. اه? عاد. طب. هلا. لا نفترض. وتذكروا ولا هاي. اذا لا نفترض انه. نحن نعلم بالفعل انه بستين بالمئة من الحالات. اذا. بالحالات. ستين بالمئة من الحالات. وطول مطر تشببه الغيوم. اذا. البي رين كلاود. اه هاد البي. بي ار سي. يعني هاي. بي ريش. ها دي شو ستين بالمئة. اذا. عنا يا ستين صفر فاطة ستين. ذكروا. اذا. عندي انا مع العلم انه بالفعل. بي حالة. بطول المطر. بي رين. اذا. بطول المطر. تشببه وجود الغيوم. بصد. هم? فايزان هاي. اذا. اذا. عندي انا ستين بالمئة. اذا. بالتالي اذا. انا بي رين. بشرف وقوع. او وجود اللي هاي. اذا. عندي اياها. عندي ستين بالمئة. هو نفسه. صار مرتبط فيه. وجود كمان الغيوم. مع. اه. علما انه في مطر. علما انه في مطر. وجود غيوم مع العلم انه في مطر. كمان. هو عادل نفسه فيه. بي الحالي. ليش؟ لانه عندي انا. ما قلنا ان احنا هنين مطردين ببعض الحدف اول مطرد ثاني وثاني مطرد من اول. صار حالي عكسي. هذا الاحتمال اذا المعقوس احتمال ان يكون جو غائم بمعلومية انها تنفر بالخارج. طيب. عاد. هلأ. اذا. تتمي الى المثال. اذا علمنا انه خمسة وسبعين بالمئن. بفرط اخر يعني. انه من ايام هالشهر هاي. بتكون غائم. اذا. اذا. خمسة وسبعين. اه. احتمال انه تكون بالشهر كامل. بي كلاود. بي كلاود. بتساوي صفاص خمسة وسبعين. ولكن ايضا لدينا انها انها انطر خمسةاش يوم من اصل ثلاثين. اذا. عندي انا دي الشهر هات من اصل ثلاثين. خمسة عالى ثلاثين صفاصة خمسة. اه. اذا. تبيرين. كمان. اذا. بتساوي. قديش صفاصة خمسة. هلا. اذا. عندي انا كل المعلومات. بتخليني اعرف. احتمال يسير مطر مع العلم ان الجو غائم. احتمال. ما احتمال. ان يكون هناك مطر. علما ان الجو غائم. طيب احتمال ان يكون مطر. مع العلم ان الجو غائم. يساوي احتمال ان يكون. قلنا نحن بس. قلنا نحن بس. قلنا نرجعنا بس. طبقناها للمعادنة الوصيحة. احتمال ا. بشرط ب. احنا ما بهمني هلا ا بي. شن. من نسلة حسب الحال ان احنا فيها. اذا. يساوي احتمال ب بشرط. وقوع ا. ضرب احتمال ا. على احتمال ب. هاي بدي انا افهمه. وبالتالي بدي انا مفصلة على الحال. مع. اهلا اهلا. هلا اذا. شو احتمال ان يكون. بدي احتمال المطر علما ان التقس غائم. اتساوي احتمال ان التقس غائم. علما انه في مطر. ازا. غائم ومنطرة. ايزا ازا الام احتمال ان يكون التقس غائم علما انه هناك مطر. مضروب باحتمال المطر. على احتمال ان تكون غائمة. ضيف احتمال ان يعني يا صنوات مرشي من. قلنا نحن بسوcy بصرف واستة اي. او. رهم ا Standardsرا. مع العلم إنه غائم أو 0.60 أخذناها 0.60 معنى ضرب احتمال ضرب أن يكون يعني ماطرة احتمال مطر وأنها تنفر في العادي 15 يوم من 30 إذن 0.60 ضرب 0.35 هاي احتمال إنه رين 0.50 على احتمال إنه يكون غائم علما أنه فلتر عمي إياها مشاركة تكون غائم احتمال بكلاود كلاود إذن 0.60 إذن 0.60 احتمال إنه يكون غائما علما أنه ماطر غائم وهي شغلي طبيعي يازم يكون محططة يعني اه مرسوا يتكلم يعني اه 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 احتمال إنه يكون غائم مع العلم إنه مطر مضروف احتمال إنه مطر هي 30 15 يوم من 30 على احتمال إنه يكون غائم صحيح براتي 5 شرعي إذن بساوي النتيجة الإجمالي أن يكون هناك ومطر علما أنها غائمي يتاوي 0.44 إذن احتمال هلاك احتمالي 40 مني أن تسقطوا أمطار إذا كان اليوم غائم هذا أنا ممكن إذن تعطيكم إذن بدي أنا النتيجة هلا هون هيكي أنا بدي أقول لكم أنا ما هو احتمال أن تسقطوا أمطار إذا كان اليوم غائما ها 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 احتمال طبعا بدون ما تكون الأربعين هي راح تطور عنكم اختاروها يعني بالنها إذا إجت نفس الأرقام ها ها احتمال أن تسقط لنطار إذا كان اليوم غائما تكون واضحة بالنسؤال طبعا فقط تتم إلى الشرح يعني أما بالنسؤال صغال واضح تماما اوكي طبعا هاي مثال أول بسيط ها هلا خلينا نرجع على الشجرة القرار الشجرة القرار يعني ما علش تماما اه طبعا طبعا دائما ها ها المكملة عكسها بالتأكيد مرابو بسيط طبعا إذا عمليا هلا إذا ناخد نسال على مثل ما بدكم بدكم تقرؤون النسلايدات بكفي بتقرؤون النسلايدات بكفي بتحبهم ترجعوا تترسعوا شوية بعض يعني الإبهارات الموجود في الاتكاز ما ما في أي مشكلة بس الموجود هون بكفي إذا حبيته يعني اوكي طبعا هلا اه حدة الشركات عندها رغبة ترغب حدة الشركات باتخاذ القرار طبعا على هاي عشرة القرارها اه بترغب باتخاذ القرار لشأن تصميم أحد المنتجات الجديدية والذي يتوقع أن يستمر الطلب عليه من سنوار طبعا هاي أنا هون في بس نكش صغيري أحيانا ممكن ننساها وأحيانا يعني يعني أحيانا لأنه بالشيء بالمصفة القرار العادي بالجدول ما تكون حافظة فبس كنتم تغيروا له كلمة 8 سنوات هلا عادة إذا كنت أنا بالقيم المتوقع العادي ما من خطر النظر لأنه عادة نحسر وقيم المتوقع لمدة فترة زمني واحدة هاي الفترة قد تكون لمدة عام فما من نحسر بالسبب إنه لا قديش عدد سنوات يجب نستمر فيه بالطلب فنحسر وقيم المتوقع ونحسرها لمدة فترة واحدة فترة قد تكون شهر قد تكون سنة أما هون عمعطية واضحة وصريحة يطلب إذا من يتوقع أن يكون طلب عليهم بثرة من سنوات نرزلنا منتج راح يستمر بالسوخة من سنوات طيب من خلال إقامة مصنع ذري مطوصة الحجم أو مصنع ذري إذا أنا عندي ثلاث احتمالة هاي ثلاث خيارات ثلاث بدائل ثلاث بدائل مصنع إما إني أنا ابني مطوصة الحجم مصنع ذري أو إتعاقت مع جهة وأجيب إنتاجها وهي تمتج له أنا بيع طيب مع العلم إنه أنا ممكن واجه بالسوخ ثلاث ظروف أو حالات ثلاث حالات الطبيعة إما طلب مرتفع أو طلب متوسط أو طلب منتفط احتمال أن يكون الطلب مرتفع صفاتي خمسة احتمال طلب متوسط صفاتي احتمال طلب متوسط صفاتي احتمال طلب مختلف صفاتي هلأ بمثل هاي الحالي ببساطة أنا فيني احسبها من خلال يعني بدون ما أحسب شجرة قرارة أو بدونهم احتمال تسلو شجرة قرار لإخاذ قرار موصف فيني احتمال عن طريق الجدول يقيم ضوطها مباشرة ولكن مع ناخد داع الاعتبار كمان في بيت 8 سنوات وقلكم شغلي حتى لو ما أخدت 8 سنوات بيعني اعتباركم ونحط لها النتيجة نفسهم لكن منشان دقة يعني أنا وإنما عم نبهكم لكل الاعتمالات الممكن عندما جهوها يعني ما بشوفوها للبهل الأولى وأنا ما للتنبيجة طيب الآن إذا بدنا نمثلة كلنا ناخد ناخد شجرة القرار البسيطة وشجرة القرار العقدي هاي الشجرة إذا نحنا بدنا نمثلة عندنا نحنا عندي أنا إذن عندي ثلاث سيارة مصنع صغير قرار هوني إذن برسم أنا أي عمده قرار قرار مهائي شو بدي أستار مصنع مصنع صغير ولا مصنع متوسط ولا مصنع إتعاقت مع فرع آخر إذن عندي إما إذن مصنع متوسط أو مصنع صغير أو إتعاقت طيب هاي ثلاث بدائل اللي عندي إياهم طيب وعندي الحالات الطبيعة إما أن يكون طلب مرتفع أو طلب متوسط أو طلب مخفص طيب والطلب المرتفع إذن بنهاية وأنا عم يجيني من آآ الكوميتين طلب المتوسط بنزينا نصنع المتوسط 700 أو رح يجيني ناقص 300 في حال الطلب المتوسط هلأ احتمال يكون طلب مرتفع 0.5 إذن 50% وقدشي لمدته بجو يستمر طلب مرتفع لمدة 8 سنوات أو يكون كمان يعني الطلب متوسط وباحتمال 0.3 أو طلب مخفص وأيضا 0.3 باحتمال إذن أنا فيمي يحسبوا لهدون يفرق الجدول ولكن يهمين جزائنا بطريقة الهيدة حتى أنوضرك شيء في طرح إذن أنا بعدما حطيت كل يعني القلب ها يعني هال البيانات موجودة إلى صارت واضحة عدم الشجرة و يعني البدائل وحالات الطبيعة واحتمال في كل حالات الطبيعة والمدة التي يستمر فيها وأيضا العائد المنتظر من كل حالة من حالات طبيعة لكل بديل لكل بديل عندي فتة حالات والعائد المنتظر فيها طيب هلأ شو بعمل؟ بعمل ببساطة للحال الأولى لا مثلا مصنع فشو بيصير عندي؟ بيصير عندي مريكاني عم إحشق نقيم فوقع 8 ضرب 0.5 ضرب ضرب زائد إذن زائد 8 ضرب 0.3 ضرب 0.9 زائد هون ضرب إذن هون زائد مهي؟ المجموعة شو بيطلع عندي إذن هون المجموعة بيطلع الدرقين متوقع على من بناء مصنع متوسط كما أخذناها الدرقين ودوقع سابقا ولكن هون على شكل شجرة تمام؟ لحظة هون بعيدة أنا فقط انقلت لها الجدول هات على شكل هيك وأنا عم أعمل نجل كاني عم أخصو هلا المصنع متوسط 1.5 5 زائد 700 3 زائد 300 0.5 ولكن قصت علي أنه أنا عندي 2 سنوات بدأ المكان عندي سابقا نكتب على سنوات صار عندي 2 سنوات طيب لكن فين أنا خرجة لهاتماني خاصة وثاني أدربهم بالأخصة وبعدين لحالهم لحالهم لفس الشي يطلع النتيجة دوان طيب كمان بحسبها للتاني هم هيك ولا التالتي منشوف القيم دقعة من حتى لو قيمة دقعة هم قديش تطلع معنا للمصنع المصنع الصغير للتعاقد ومن فاضل بيناتهم منشوف لبيعطيني أعلى قيمة دقعة بكون القرار الأفضل باختيار طيب خلينا نكمل فإذا نشتب هالقيمة اللي بقعة كل نقطة تحدث هوا واحدين ذاتي وهنا نضعها على كل نقطة وهنا نقوم بعدين باختيارة لنشوف مئة أفضل فإذا ثماني ضرب سفاسي خمسي ضرب ألف ومئتين اللي تاوي أربعة كرة أثمانية زائد ثماني ضرب سفاسي ضرب سبعمية ألف سبعمية ألف سبعمية وثمانين زائد ثماني ضرب سفاسي ضرب ما ثلاثمية طبعا عرسنا من يجيل هدون من قلنا نحنا من هاي اللي كانوا بالجدوى اللي هنقلناهن مع الاحتمالات المقابلة الى طب ضرب السنوات أيوة معهن إذا جمعناهن مع بعض إذا أربعة كرة ومئتين زائد ألف سفاسي ثمانين زائد ناقص أربعة ومئتين بساوي ستالة فإذا نحقهن عند البديل الأول للبديل الثاني إذا ثماني ضرب سفاسي ضرب سفاسي أربعة مئة زائد آآ ضائد يعني ألف ستمية زائد ألبعة مئة زائد أميو ستين بساوي ألفين ومئتين وقاربعين خطيناها عند البديل الثاني المصنع الصغير والتعاقد بشبناها إذا أربعة أربعة مئة زائد ألف ستين وقاربعين زائد ثلاثين وعشرين بتباع ثلاثة ألف ستين وقاربعين إذا نختار المتوصل للبرافو إذا تابعين فإذا بعطيني أعلى إذا بالمفاضلة بين هذه القيم بين القيم المتوقعة للحسابات اللي أجريناها يعني أقيم المتوقعة لنبدأ الثلاثين نجد بأن البديل الأفضل هو بناء مصنع متوسط الحجم لأنه بيعطيني أعلى قيم المتوقعة هي ستين ثلاثة ثم نختار طيب إذا بطلع عندي أفضل بديل هو هو يكون القرار أفضل كما تقلت من هون لهون إذا القرار بأن التعاقد أو عقوان ابني مصنع مطاوص بناء مصنع مطاوص طيب هاي بساطة يعني نموذج بسيط معنو يعني بسيط للشيش السقراء هتعطي كلمة برايس كان مفيدة لهاي كلمة برايس طيب الآن القيم النقدية للمعلومات الإضافية القيم النقدية للمعلومات الإضافية بساطة يعني عندي بتعتمد قيمة المعلومات طيب المشسبة على شو على نتيجة القرار على النتيجة المتوقعة يعني مشنا بهمنا النتيجة بالنهاية المعلومات ببساطة شو مرادة لشو للقيم لقيمة القرار ما فيني أنا أقول أنه في معلومة كويسة إذا ما كان إلى نتيجة كويسة يعني بمعنى آخر أنه تميز المعلومة المرتبط بشو بالقيمة التقليل على هذه المعلومات يعني إذا واحد عطاني يقلي يعني أخبار إليك عندي كتير يعني الأخبار هي معلومات وبالأخير طلعت مش ما إلا قيمة بينما خبري صغيري ولا كانت هي بس إلا قيمة هدير هي المعلومة تتميز من خلال كلمة ها الاستخدام يعطيها هي المعلومة ها لها المعلومة ها فما فيني أعرف أنا كمان بيز المعلومة لها المستخدامة لأنه استخدامة بمحا إلى هي المعلومة من ألتين فلذلك أثناء عملية اتخاذ القرار وصول معلومات إضافية ها تخليني إجباري ارجع شوي للورا راجع احتمالات الأحداث السابقة ومطبطة باحتمال الوقوع الأحداث الثانية مثلا أنا عم امشي بقرار معين وكان عندي حاطر فرضيات معينة احتمال حدوث الأمر ها مثلا الزاكني من احتمال وقوع الآخر 15 من احتمال كذا وعم امشي في يوم بعد 15 يوم من إجاني معلومات إضافية هاي إخادت إنه والله سيصير تغيير بالأسعار سيصير تبديلي بالوقت سيصير على ضوء المعلومات الجديدة أنا بدي أعيد في الثاب المعلومات لإحتمالات السابقة إجباري وإلا ليش أنا يعني عم بسعى ورا هالمعلومات الجديدة إذا ما هي مفيدة حقيقة فت إذا تركت احتمالات السابقة على ما هي عليه بدي يكون مخطئ ولزالة من الأهم المتابعين أنا قم بتعديلة إذاً يجب بهالحالي قم بمراجعة الإحتمالات الأولية أو الإحتمالات الجديدة نستخدم هال نقوم هات إذاً ببساطة نظرية من احتمال الشوطئ ونظرية بايش نظرية بايش شو عم تعتمد؟ عم تعتمد ببساطة على شو أنا هاي المعلومة إذاً مراد فيه لقيمة القرار اللي بيبنى على أساسه لذلك إذاً لا هال معلومة هو عطل إذاً ببساطة إذاً أنا بدي أعرف من خلال هالمعلومات إضافية تغير تغير الاحتمالات اللاحقة الممكن تتشكل عندي على ضوع المعلومات لتورتني وهذا الإسلوب إذاً ممكن أن تساعدني بحل المشاكل حتى لو كانت هاي المشاكل يعني فيه مشاكل معقدة تقتضي وصول معلومات إضافية ووصول هالمعلومات إضافية تقتضي إذاً غير الاحتمالات القديمة الأولية باحتمالات جديدة طيب لنفترض أنا بشجرة قرار شوي بدنا نعقدها أكثر ها انتظروا أنا يعني الغاية نحن كطلاب هلأ ما أنه والله يعني الحلو أنه نتعلم أول شيء كيف نبني الشجرة كيف نحل الشجرة وأن كيف ننتقل من شكل الجدول لشكل الشجرة وكيف نتعامل مع الاحتمالات والقيم الدقعة هاي إن شاء الله هلأ لازم من خلال يعني المحاضرة الماضية عن طرف بناء الجدول والدقعة والصندقعة للخصاري الخرصة البديري وكل هاي إذاً كناها مع المثال السارق هلأ لازم يكون خلاص جاوزناها هلأ بدنا شوي نرتكي عنا مثال لشجرة قرار يعني شجرة يعني حلو تنفع لصيفه ها؟ شجرة شجرة رجزوا معي إذا قربنا اتخاذ قرار باختيار مشروع من بين المشروعين أول شيء هاي المثال هات جبتوا الفصل قبل الماضي قبل الماضي آآ رح تشوفوا إنه ما له سهل أبدا ما له سهل إذا نريد اتخاذ قرار ها؟ في اغتيار مشروع من بين المشروعين ويهي بساطة مشروعين ما رح تدخل الدنيا ها؟ مشروعين المشروع الأول كبير تكلفته خمس سالاف وش دي نبدو؟ عمره عشر سنوات أنا بدو كلفني خمس سالاف دولار خمس سالاف ليرة ما بعرف خمس سالاف ها؟ لا لا ما تتشوفوا في العفل سال يعني رح تعله تعفيفه سال طب إذا مشروع كبير تكلفته خمس ملايين عمره عشر سنوات في حال كانت طلب معلش خلينا نبتدي يعني هي فرضا أنا عندي القرار هون هذه عقدة القرار كما أقول مامو هيك إذن عقدة القرار هاي عقدة القرار أنا عندي مشروعين مشروع الأول هذا المشروع الأول كبير تكلفته خمس سالاف هلا هذا المشروع إذا كانت طلب مرتفع إذن عنده حاسين طلب مرتفع طلب مرتفع إذن هون مرتفع هالطلب المرتفع إذن نزمة احتمال الطلب المرتفع خمس سبعين بالمئة أكثر شيئوية بس معلش أنا كان ممكن ينتظر عليه بس مش ه لنكتبه مباشرة فالصفر فاصل سبعين خمس سبعين إذن احتمال حدوثه خمس سبعين بالمئة منخفض خمس سعشرين بالمئة احتمال خدوثه طيب لحد هون لأمور السمام السمام عالي العالي بحقق لي عائد إذا كان الطلب مرتفع هذا المشروع اللي بيج ممم تتفضل خمس سالاف فالوات ذكروا وقالو خمس سالاف فاللات مربنا إياها ما محتاجة حاليا لمدة عشرات تمام ما أنا محتاجينها حاليا في حال كان الطلب مرتفع إذن فأنه يحقق قائد عشق مليون ليرة إذن هون بالنهاية السبب يحققنا إذن مليون ليرة وفي حال كان الطلب مخلطان يحقق قائد قدره ثلاث مين إذن هون راح يكون عندي ثلاث مين تمام ثلاث ميتر إذن بنسبة احتمال كما قلنا في حال حدوث نجد حدوث طلب المتفع 75 نجد حدوث طلب المخلط سعى عشرين أنا سبقتها بس نشان طيب والثاني الثاني إذن عندي أنا مشروع صغير بالصغير عندي مشروع الثاني إذن هذا عندي الثاني تكفيست مليونين عمروا عشر سنوات السنتين الأولى والثاني عندي سنتين أولى وسنة يحقق عائد في حال كان الطلب مرتفع إذن كان الطلب مرتفع ها إذن مرتفع ها إذن ها إذن طلب مرتفع نشان 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 ها بحقق ثلين ميتين ها اليميتين إذن هون ميتين طبها هلأ إذن ذن الطلب المنخفع يعني نشان لكنهم اطلب مرتفع يحقق ثلين ميتين وخمتين طيب هلين ميتين وخصين هي مرة سج Jeddah عندي مشكلة يعني ونريد بعد سنتين يريد بعد سنتين هله меньшеكلة للبع سنتين تقيام بتصويره ويستمر العمل بعد التطوير من سنوات هلا اذا كان الطلب مخفض انا بدي اتطوره اكيد لا اذا انا التطوير لهالمشروع الصغير للتدافئ اذا كان طلبي مرتفع بشكل بسيط اما اذا كان طلبي مخفض لن افكر بتطويره فلزان ات بدي انتبه هون لانه سعب لا نكون انصح عندي اذا طلب مرتفع طلب مرتفع انا اه 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 ا حالتين. إذا عنده هون عقدة قرار مشكلته. آه بالطلب المرتفع لي ممكن هيت. إذا كان الطلب مرتفع. مم? وعندي طلب منخفض. آه? فلح يكون عنده حالتين. كما. آه. إذا مرتفع منخفض. إذا قمنا بهذا التطوير. فأنت كلفتك تطوير بتساوي أربع ملايين ومثلين تطوير. إذا كان طلب مرتفع عائد تعمين. إذا هيت تعمين. هيت طلب مرتفع. تعمين ألف. يعني عادة لا يمكن أن يجرؤ على التطوير في حال الطلب الخفض. وفي حال إذا كان الطلب الخفض راح يكون ميتين. ها? هاي ميتين. وإذا كان استقر كالسابق فقد يكون ميتين وخمسين. مثل ما هو إذا ما أحقق أي أرباح. مثل عقوة النفذ السابق ميتين وخمسين ألف. وميتين وخمسين ألف. ثم ميتين. معك سريع معك. مش بدك تتحملو هالأصغر. فإذا هون شوي تعكدة الأمور شوي. هيك رسمي يعني ممكن ياخد معنى. هي كلمة إنه. أنا آآ بدي طور. كلمة التطوير هون بتلابتك. يعني مش حدا ينتبه له منكم. بكرة بالامتحان إذا بتجين. ها? لا يمكن حدا منا. هي هاي الفكرة يعني. معلش. احنا. ما انا هلا نحنا دايرين لنصير خبراء. بهاي. وإنما دايرين حتى نفهم الحالات كالصلاب إدارة في حال واجهتنا كيف نتعامل معها. هي الغاية الأساسية. ولذلك بنا نساعد. معلش. إنشان تكونوا بصورة عادة إذا بيبلكم هيك مسألة. بعطيكم أنا الرسم. تسهيلا. اوكي. لأنا عطيتها لازم لأكم. ها. ها. عمليا إذن. ها. هاي إذن أنا عندي. تمثلتم بجدول. المشروع الكبير. خمس ملايين. العائد بحال طلب مرتفع. لمدة عشر سنوات مليون. 300 ألف كان لمدة سنتين. عام 250 ألف بيثين. لمدة عشر سنوات كمان. صاروا بعد بعد السنتين ها. إذن 900 ألف بيثين ها. واي. إذن هاي الرسم كما رسمناها اللي عام شوي. ها. فهي بيعطيكم ياها بالامتحان. إذا كان طيب لهم ياها. وانتوا هلا هم جدتم إنو تقووا بالحسابات. الحسابات المختلفة. هاي الحسابات ببساطة. إذن عندي أنا برقمهم. فهدون ترقيق. يعني واحد. اتنين. ثلاثة. آآ. ثلاثة. أربعة. خمسة. ستي. هاي منشان بس. آآ. تناوب الأحداث. ما قلنا نحنا بشكل في السلسل المنطفي. منشان لا أعرف إنو كيف منين بدي يحسر. فهلا إذن ببتدي بالحسابات من عند آخر شيء نحنا آآ. عملناه عند العقبة مخاطرة ستي. فإذن عمليا من عقبة حالة الطبيعة أو عقبة مخاطرة ستي. فإذن عندي أنا ياها آآ منقوم بشسابات عندها. هاي. إذن بيصير عندي حالة الطلب المتفكة صفصي خمسة سوى ضرب ميتين وخمسين ألف العائد. زائد صفصي خمسة وعشرين ضرب ميتين ألف. ضربت من السنوات تتمت يعني العشر سنوات اللي إحنا على سنتين. سنتين الأولائيات. شو قلنا نحنا يا ما بيجيه. ميتين ألف أو راح يجيه ميتين وخمسين. إذا هل ميتين كان ناجح ليها بدء نتمت من سنوات تانية. آآ هون قلنا نحنا بالتطوير بيجيه بيتمت بأثناء الارتفاع وليس أثناء وإذن أخذناها كانت العبد تقرار ثانية. طيب إذن بيطلع عندي مليون وتسع مين. هلأ نحسب العبلي خمسين عبلي خمسين شوهين. إذن كان عندي أنا آآ العائد. إذا بخلال سنوات 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 ضربت تسعمئة ألف العائد. كانت ارتفاع. زائد ميتين ألف في حالة سنوات ضربت مين سنوات إذن أنتم عندي خمس ملايين آآ وثمان ميتين. هلأ العقدة رقم أربعة. عند العقدة أربعة فاضل ما بين هالقيمي هاي وهالقيمي هاي. ما بين عقدة ومخاطرة خمسين شوتي. آآ فنقوم بهال مخاطرة. في البداية إذن نحش بالعائد ري. العائد ري. شو يساوي. هلأ عندي أنا آآ ألف وتسعمئة. آآ ما تستطيع ساوي ألف وتسعمئة. هم؟ المليون عفوا المليون وتسعمئة. ليه؟ لأنه هون يعني ما آآ كان عندي استمراري للسابق ما كان عندي أي آآ إباقات أربعة ملايين ومتين ألف فقط معها. لكن أنا ثات اللي أنا طورت. طورت وصار عندي عوانب إباقين. فعندي إذن خمس ملايين بدي شي لنا أربع ملايين ومتين ألف هؤلاء اللي يكلفوني بفطور المشروع. فعندي مليون ستمئة. عند المفاضلة ما بين المليون وتسعمئة. والألف وستمئة فبتأكيد رح يطع عندي الألف وتسعمئة ويكون هو العائد الأكبر. وبالتالي أنا منشوف أنه ليس هناك جدوى من فطور المشروع. إذن قرار أفضل. إذن فقط أنا هون. عند هاي إذن من مليون وتسعمئة عند الأربعة. طيب. هلأ بالعقدة المخاطرة عقلي للعقدة الثلاثي. عند الثلاثي. الثلاثي بدي أنا أفاضل ما بين. عقدة القرار. النتيجة عند عقدة القرار. وعند القيمة اللي أنا حسبتها. آآ اللي بدي احسبها مثلا بحال عدم التطور يجني فيها. فإذن ري ثلاثي شي بتساوي. إذن صفاتي. خمسة وسبعين ضرب. خمسة وعشرين. آآ اللي كان. زائد. العقد مغلوبي بسنتين. بسنتين أولانيات للمشروع. زائد. خمسة وسبعين ضرب. ألف وتسعمئة زائد. خمسة وسبعين ضرب. عشر سنوات كاملة. لسال مليون وثلاثين. طيب. عند العقدة اتنين. طيب. إذن هون. ببساطة طبعا. هاي صفاتي. خمسة وعشرين. لشو عائدة. عائدة لهذا. لهذا الجزء. هون. هاد. إذن هون. عائدة للجزء. لمدة عشر سنوات. احنا مطورها. كان عندي خيار. وهذا. للجزء اللي طورنا في. كان لمدة هون. إذن عشر سنوات. هون كان. عندي مدة سمتين. اللي جرى بعد من هون. اه. وشبنا النتيجة بعمل. وفضلناهم. فهلا عندي عند العقدة اتنين. هاي العقدة اتنين. ببساطة هي عبارة عن عقدة. كمان. حاضر طبيعة مشروف بالهاي. إذن صفاتي خمسة وسبعين. حال طبيعة. إذن احنا عرضت مخاطرة. عرضت مخاطرة. إذن الاحتمال ضرب. آآ العائد. إذن صفاتي خمسة وسبعين ضرب مليون زائد صفاتي خمسة وعشرين ضرب. ثلاثة طبعا ضرب عشر سنوات كاملين. هون المشروع. لما قلنا الكبير لما اندي في عشر سنوات كاملين. ما بدنا نطوره هذا. طيب. ليش? ببساطة. إذن تطHOق عندي إذن ٢٠ ملايين كذا. هلا من هل هل العقلي ما بين بدي أنا أنا قابل ما بين ٢٠. آآ عندي العقلي واحد. قابل ما بين العقلي الثمين. والعقلي آآ 3 فإذن عندي عندي ريّة ثلاثة. ريّة. ثلاثة صفات إذن مليونين ثلاثة. ناقص المليون. اللي كانت عندي إياه تكاليس. يطاس Lee مليون ثلاثين وهان عندي العقلي الثلاثين الثمين ناقص ٤٠ ملايين. طبعا المليون الاولى شو هي هي المليون الاولى تتذكروا اذا كانت هي التكلفة التطوير للمشروع الاول ببدايته. ما قلنا نحن مليونين كانت مليونين. لازم ناقص مليونين. اوكي. طب. فاذن. ربما في خطط بالخساب. ما معني من كمها لك. اذا وبالعبد الخمسة اذا ما نحن نقول. اه. اه. شد خمس ملايين بتطوير المشروع الاول الكبير. فعنده حساب عند العقل واحد اه. اذا الفيني الاعلى ما بين المليونين. اتت ملايين عقارين اه. 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 بالنتيجة هو رحيطوا عندي تت ملايين خطط عشرين. المفاضة اللي بين ذلك طبعا بين الفارح بين العائد اللي بيحقق اياه المشروع الكبير. يلي هو اثمين ملايين وخمس. اثمين ملايين ومثلين وفمسلين الف. منقوصا منه التكاليف. الخمس ملايين. وبين العائد اللي متحقق عندي عند العقدة. من المشروع الصغير. اه. مع تطويره. مع اه شيل او مع اه اه. يعني حجث. التكاليف الاجمالي منه. اذا هو الفارح ما بين. اذا مليونين وثلاث ملايين وثلاث ملايين وثلاث ملايين وثلاث ملايين 250 هاي هو المتحفظ أكبر وتالي عندي أنا المشروع الأفضل هو المشروع الكبير للإنجاز تعبت يبدو على الهيانا فتبع زروري صباني خالص أنا لقريب فأوكي معنش هلأ على مهلكون ترجعوا ترأوه بترأ إذا ما لهي ترجع معدلكون ما في أي مشكلين ولكن أنا أنا تتعرف على بس في باقي الشغلة بسيطة الظهيرة بس شغلة بسيط فقط فقط حسابات حسابات كما ابتدائنا نعود إذن نبدأ بهالعقبل هون إذن عقبة مخاطرة بنضربهم مع بعض ونجمعهم فهم بنضربهم مع بعض المثنين ونجمعهم فهم بنفاضل بين القيم العليا والقيم العليا هون القيم الأعلى بنحط هون منفاضل بين هذه القيمة والقيمة المتأكدة عن نتيجة الدرب الحالي النهائي ومحافة القيمة عند العقدة ذاتية ثم مفاضل ما بين كمان هون حسابة عند العقدة عند حسابة نضربها ببعضها بشكل قيمة متوقعة بسيطة إذن الاحتمال ضرب العائد ومفاضل بين القيمتين مع انزال أو مع حذف ما بدنا نقول حذف وعندما حذف انزال التكاليف بعد ما منزل التكاليف إذن مفاضل على القيمة النهائية القيمة الأعلى هي بتكون المشروع الأفضل المشروع الذي يعطيني القيمة المتوقعة الأعلى تكون هو المشروع الأفضل في بس بسيطة شغلي كثير بسيطة هون يعني سأعطي أنا بيقيني احتمالات جديدة أو معلومات إضافية بدي عدلت ما قلنا المعلومات السبيلة ما بفق علي لأنه إذا بقيت عليها رح يصير أخطاء بتعديل المعلومات أو بورود معلومات وتعديل الاحتمالات سيمتج لدينا نتائج قفضة بالتأكيد ونتائج أخرى من هون إذن استحليل هذه استحليل هذه الاحتمالات مطبخة حال طبيعة بالتحليل القضية ويوجدها فإذن بناء على التحليل السابق لازم نقرر اكتخاذ القرار لأمثل لذي ترحوا التحليل أو الانتظار أو البحث عن المعلومات الرقيبة بمعنى يأمر كمل على أساس المعلومات السابقة ووصل لنتائج أو مع ورود معلومات إضافية بدي عدل معلومات السابقة وبدو يتغير عندي النتيجة وهي الشيء الطبيعي أثناء اتخاذ القرار إذن للتحليل الجديد نبحث عن معلومات إضافية يمكن يعني من خلال مثلا نبحث بالسوق أنا يجدني معلومات وخلال الاستبيانات المسلوحات اللي أنا بقدمها يعني بعملها مع المساهم لكي ما تجيني معلومات وخلال دراسة المعينة منتاج أو طرق كلهم تجيني معلومات إضافية هاي معلومات إضافية بتساعدني لإني صحح الاحتمالات تفقح الاحتمالات السابقة باستخدام قانون بايس فلذلك إذن أنا ممكن إذن استخدم يعني هون إدمج الاحتمالات المصحة المنطحة من سمية الاحتمالات الوضعية مع الاحتمالات السابقة وحتى ينتج معني هالمعلومات الصحيحة المنطحة الجديدة طيب هذا مثال بسيط تمان إجا بإحدى الدورات هذا إجا لزملائكم هاي جبت لهم ياه زملائكم بي البي آي تي تقاني المعلومات لا هذا الميشة ما جبته أنتون لا جبته بتقاعة المعلومات بس بس بسيط بس أسهل هذا لأنه بعثتم شاطري جبتوا أصعب وهم يجبوا بس عندي أنا مصنع من المطارع يقوم بإنتاج سلعة ما هالمصنع عقيد لسهل ايه لا لا أنتون سهل طيب بدي يجب لكم أنا هاتسني هاذ لأسهل أو الأصعب لنفترض إذن عندي أنا مصنع هذا المصنع هذا المصنعي أنا هالمصنع بيستخدم ثلاث آلات عنده آلة اثنين ثلاثة الآلة الأولى آ واحد والآلة الثانية آتنين والآلة الثالثة آتنين لنرمزلن يعني هلأ إحنا بنرمزلن هيك أثناء الحل بتنترمزولن أنا ما نحط الصريعة إذن عندي ثلاثة طيب هذا المصنع آ الآلة الأولى الآلة تنتج 20% إذن 20% من هزاج المصنع الآلة الثانية تنتج 35% هاي 35% إذن شو صاروه 25% 25% إذن آلة الثالثة نسبة 45% إذن 45% بالمئة إذا كان نسبة الإنتاج المعيب في الثلاث آلات هي على التفريض من الآلة الأولى هو 2% 2% معيب شو معيب إذن الإنتاج معيب هيك من الآلة ثانية 2% من الآلة ثالثة ثلاثة بالمئة إذن هون 2% مفلسة عشر إذن فنو هلأ شو احتمال إنه تكون القطعة أو المنتج معيب ومن إنتاج رهال الأولى أو من إنتاج الآلة الثانية أو من إنتاج الآلة الثالثة هلأ أنا طالب إذن أن تكون قطعة المعيب من إنتاج الآلة الثانية طيب هلأ ببساطة يعني حتى الحيه انا بصرط بداية ان ايضا انتاج الاماعى انتاج الاولى اثنين اذا غير واحده اثنين اثنين انتاج الالاهvatنين اثنين ثم اثنين انتاج الا거든요 اذا عاجرين يعلم اه اثنين يعلم اثنين اخت 창 kalo يتف Wohn عام XX عشرين على مية اثنين تغ تفو dried by Abs واى 20 عالمين شو بيساوي؟ بيساوي 0.2 إذن هذا احتمال إنتاج الآله الأولى احتمال إنتاج الآله 0.2 4.4 احتمال إنتاج الآله ثاني شو بيساوي 35.3 عالمين 0.3 احتمال إنتاج الآله ثاني إذن 45 بالمئة إذن 0.4 45 بالمئة طيب سوف أصل صعبين هلأ احتمال إذا كانت إنتاج المعيب في الآله على الترتيب 2 بالمئة إذن إنتاج معيب من الآله الأولى طبعا على الترتيب على الترتيب إذن الآله الأولى هو 2 إذن 2 بالمئة شوية يعني 2 تقسيم 100 هذا إنتاج معيبها شو بيساوي؟ بيساوي 0 0 0 2 أن يكون القطعة معيبة ومن إنتاج الآله الأولى علما أنه إنتاج الآله الأولى هو 20 من إنتاج الكل طيب إنتاج الآله الثاني إذن 0.025 إنتاج الآله ثالثي المعيبي طبعا 0.03 فإذن أنا فيمي أنا تشكل إذن إذا إذا اترضنا أنه بيه vezes الإنتاج الآله معيبي ففيهم يقول لله احتمال أن تكون معيبي ومن إنتاج الآله الأولى بين صفر 2 2 2 2 احتمال ان تكون معيبي وإنتاج الآله الثاني اذا ساوي صفر 045 واحتمال ان تكون معيبي وإنتاج الآله 013 تمام لا لا ان شاء الله بيكون كويتي هلا ان تكون سلعة من إنتاج الآله الاولى اذا علمنا انها معيبي ان تكون معيبي اول شيء إذن أن تكون من إنتاج الآلة الأولى ومعيبي أن تكون السلعة من إنتاج الآلة الأولى إذن ما هو الشمع الحيث следствие اللي نخفهم، للمعادلة السابقة اللي نسبنا إذن احتمال أن تكون من إنتاج الآلة الأولى وأن تكون معيبي إذن religious am using this تعملTI يعني احتمال الآلة الأولى برض أن تكون معيبي ومننتاج الآل الأولى على احتمال أن تكون معيبي لكن احتمال أن تكون معيبي يعني بدي أخذ على الاعتبار أن تكون معيبي من كل الآلات ما سيني بقى أخذ من الآل وحدي أن تكون من كل الآلات وبالتالي إذن احتمال أن تكون من الآل الأولى هو صفاق ثمين اللي شفناها إذن صفاق ثمين احتمال أن تكون من الآل الأولى احتمال أن تكون معيبي ومننتاج الآل الأولى إذن ب احتمال معيبي ومننتاج الآل الأولى هو صفاق ثمين لكن احتمال أن تكون معيبي من إنتاج أحد الآلات وأن تكون معيبي إذن أن تكون معيبي بشكل عام وبالتالي إذن احتمال أن تكون من إنتاج الآلة الأولى صفات 20 إحتمال أن تكون معيبي من إنتاج الآلة الثانية صفات 20 أن تكون معيبي صفات 20 زائد من إنتاج الآلة الثانية وأن تكون معيبي إذن هاي تعطين احتمال أن تكون القطعة المنتجي هي معيبي هاي إجمالي أن تكون معيبي إذن باختن لاحتمال أن تكون القطعة المنتجي معيبي من كل الإنتاج في المعمل أي من الثلاث آلاف ولكن أن تكون الإنتاج الأولى إذن باختن فقط بالنبسط أن تكون الإنتاج الأولى وأن تكون معيبي لإنتاج الأولى احتمال أن تكون الإنتاج الأولى صفات 2 ضرب عفوا احتمال أن تكون الإنتاج الأولى صفات 2 مضروبي باحتمال قد تكون معيبي من نتاج الآلة ليجرم هنا اذا ستكون نتيجة x² ل 25 إحتمال من أنتاج الثاني بالكثرة علمًا إنها معيبة لو ستكون معيبة احتمال أن تكون من نتاج الثاني لذا ستكون عادية مضوعنا أن تكون معيبة ومن نتاج الج säga الثاني على إحتمال أن تكون نتاج الثاني واحتمال أن تكون معيبة من لفض 사جرة الثانية Щ гр term وعلى إحتمال تكون معيبة من نتاج الثاني بعد صفيرة zero نوع ماذا أحد من إنتاج الضالثية إذا علمنا أنها موحيبة ببساطة رح تطلع أعلى بشوي ليش؟ لأنه يعني احتمال هون 0.3 وهون اه احتمال إنتاج الالتاتي كمان أعلى 0.45 شو رح يطلع عندي؟ رح يطلع عندي 0.45 إذن 0.45 مضروضة 0.03 على هالمضاريب اللي شبناها موجودة لفسها رح يطلع عندي بمحدود تقريبا إذا خلينا نجمعهم هون 0.8 15 و 3.8 و 40 ساعة و 40 تقريبا إذن تقريبا نحن عندها 0.51 تقريبا جبت لكم لجمالكم شغلي أسهل من عندكم طيب فالسنة رأى أكسر رأى جب لكم وتقريبا أكسر لي وخليهم صعبا أنا بعرفكم سجاع شاطرين الاكسر يعني أشطر إحنا أشطر ياتي من هذو قال لي زالكم ما فيني إلا يعني يجيب على مستوى السطرة والله السنة ظروف صعبة كل السنة مترجمة السنة كلها إن شاء الله قصة بخير وكونوا على شقة كونوا على شقة رح قدر لكم كونوا على شقة تاني بالانتحان رح قدر على المسلمين كل ما عانينا وكلنا وكهربة وكورونا ما في ظرف يعني مساعد لذلك كونوا على شقة كونوا على شقة رح قدرها تماما تماما وتذكروا هالسلام إن شاء الله في أي سؤال إذا في أي سؤال أوكي لا 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 تكرم عينكم تكرم عينكم أكيد تكرم عينكم نحقون مقدر هاي المسألة بشكل أكيد أوكي يوم طيب إن شاء الله للجميع كان معنا من البدائي ودادو هدى وحنان ومحمد سراد ورامى ومجري وعلا ومحمد معاد يوم طيب للجميع ألقاكم بخير إن شاء الله في المحاضرة القريم